من بعد اليوم ده كل حاجة تغيرت. من بعد اليوم ده كل حاجة تغيرت? اه. اه. بورجر بالجبنة والمشروب البيف بيكن. اه بورجر بالجبنة والمشروب البيف بيكن. وعد الحليمي رأس بالفرعة. ولا ساعة ولا بصص على حرارة الزيت. هو الراجل بيملالك الكوباية. اف. بس تيجي تلاقي الكيس من تحتك اه تلاقي في ايه. اه. هو كوباية بتآ. بونس. لا قول بقى ده بالغارة بي. احنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فوتكاست جديد ويوم احد جديد. والساعة اثنين. والنهار ده معانا حد تقيل جدا في الار ان دي. وده يعني مصطلح انجليزي. اللي هو ريسيرش اند ديفولوبمنت. ده احنا قلناها باللهجة المصري. اللي هو البحث والتطوير. وده موجود في حاجات كتيرة غير الاكل. يعني مش الاكل بس. فالحتة دي يعني محتاجة حد زواقة. هارس السوق بيلف كتير. هو ده اصلا اساسا الاختراعات والمينيوهات وبتقوم عليه المطاعم. فهي حتة ممكن اصلا مش واخدى بتاعها او مش واخدى تركيزها قوي. فقلنا لازم نجيب حد. هي دي. دي الحتة اللي هو قعد فيها كتير قوي وقضى وقت كبير جدا يعيشها يعني. ومعنا ومعاكم الشخص ده هيتكلم عن الارن دي ونسمع قصته ويبقى معنا وهو مستر عدني. عامر ايه? سك عمورة. الاخبار. الاخبار. السوط احنا كده على وضعينا صح. مية مية. يلا بينا. زك عمورة. كله تمام. الاخبار. اشكرك جدا جدا على الشغل الرسميات بقى. اشكرك. على صدافتك لنا في بسي. جدا ندقس. مرحبا رحيم. انا اسميت عناك كتير. اوكي. من كزا حد. اه وراء الكواليس. دايما الجندي المجهول. ايه? مجيبشان فوديز مثلا. ورا كايزو ورا حاجات تانية. فوتبولوجر على مقسم كده مع نفسك. بعد بعد الظهر. فيلم الداري. مش عارف ايه. اه. ولكن يعني انا استوقفني جدا حاجات كتيرة. انا بس مع كلمة عدني. اولا انت متظهرش. يعني دايما انت متظهر بتصير حاجات معينة قوي. مش مش. مش. ما بتعملش دوشة قوي. مع نفسك كده في حيثة معينة. بس بتأثر في حيثة دي كويس جدا جدا جدا. والحاجة دايما يعني دايما بداقي حد داخل في حوار الاكل. مؤخرا بقى كمان بس بلاقي ان هو هو دا اللي بعمله بس دلوقتي. شفت انك شفت انت تشتغل يعني لسا انت في في. ده ده بجانب شغلك بجانب حياتك بجانب كل حاجة. لسا المهندس الحزين. احكيلي بقى يعني قبل ما يدخل اصلا في الارم دي والتطوير والمينيوهات ومش عارف ايه من هو عدني الآن يعني. ايه خلفيته والاحكال. هابدأ منين. ماشي. انا مهندس. بصرة. بصرة فعلا اه انا قعدت بقعدد مهندسين واكيلة فهم? وطبعا المهندس يقول مهندس في اول خمس سوالي. اه طبعا انا مهندس جدا بس يعني اه انا مهندس بروشيكت مانجمنت يعني اخريج مدني او يعني سيفل شغلي بروشيكت بالاكتر. وieli sales church. ومش costing يعني جزء الاداري من من عالم الهندسة يعني. ولا زلت? ولا زلت اه. ماشي. ولا زلت. لشان دي هنرجع لها. هنرجع لها جدا طبعا. ماشي صفض. طبعا الا جانب موضوع الهندسة ده حب ال مش هتبقى كليشية شوية بس حب الاكل ده من فهم مش قصة كان بطولة ده عشق من الطفولة يعني. اه لأ لأ يعني منو انا عائل صغير يعني مع ابويا واعمى يعني لأ موضوع آه. طبعا. جوزوي باك يعني فأنا حاليا عشان ما نخشش في عمقه في الانتروداكشن يعني من دلوقتي أنا حاليا طبعا بورتنر وأحد القائمين على كايزو واليوجو وعندي البلوغ بلوغ زي ما انت قلت كده ايه واخد كده ايه واخد جزيرة على البحر كده عاد بقى باودي معها في الأكل مش رابد اكسبانشن يعني ومش اللي هو مساء الخير أنا هنا بس فأنا مهندس وابلوغر وفم بي برسن يعني غطصان بكل لبسي في بحر المطاعم اه ايجي بقى جنبه كونسولتنسي موركتنج لبراندز حبايبنا بساعد ناس في حاجة معينة بوصل بساعد ناس اريكومند لهم حد يعمل لهم فوتوشوت او يزبط لهم حاجة في حتة معانا او اي ان كان فا يعني اسبوعي مش ملكي يعني طيب انت دلوقتي احكي لنا كده انت بدأ معك ازاي اصلا تدخل عالم الاكل ده ازا بيزنس يعني زي كايزو زي شبشان فوديز اوكي انت بدأ ايه اول حتة اول دخلة اول دخلة انا اول ما اتخرجت اتخرجت من 2014 كنت عايز اعمل ايه حاجة ليه علاقة بالاكل مع نفسك يعني حطيني في حاجة فوت ريليتد يعني مع نفسي مش مع نفسي ايا كان حبي يعني اه 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 مش فكلام ده في 2014 فاصلا كانش كلنا عندنا يعني مش كل الناس كان عندها فيسبوك وانستجرام ده كان لسه فاهم اللي هو يا دوب الشاشة تكفي صورة يعني اللي هو حفهم مربعة اه فبدأت اكتب ريفيوز عندي على فيسبوكي يعني يعني اللي هو النهار ده انا رحت مطعم كذا كذا وده ده الريتنج وده الريفيو اكني بكتب ستاتس على فيسبوك النهار ده يعني اوكي الموضوع ده رايح معي فين انت بحب تعمل كده انا قررت انزل واكل واصور واقول الحلو والوحش والكلام ده كله 2014 2014 حلو اه بعدها بكم شهر اه صديق عزيز اه مشترك وصلني بالحجة مصطفى ابو صامر بالحجة مصطفى ابو صامر اه ايه الموضوع ابو صامر عنده اه كان عامل البلاتفورم بتاع ايجبشن فوديز ده اوكي فيسبوك وانستجرام كانت لسه يعني على هادي خالص وكان لسه اصلا يعني معلومية الفود بلوجينج في مصر يعني ايه فود بلوجينج يعني ايه حد ينزل يأكل ويصور ويشير ويعمل ويكتب ويقيم اه يعني انا فاكر اول قعدة مع ابو صامر كنا بنتكلم سوري اه كانوا هما كلهم على بعضهم اربعة بيجز على فيسبوك اول عن اخر بيعملوا الحوار ده اه كنا احنا والمنيوز وانجزني وكان فيه بيج مصطفى انت ومحمد حازم او لا خلي بالك لسه خلي بالك حازم اصغر مني ايه فحازم كان لسه غالبا ايه بيخلص صيدلة بس لا ممكن والله كان ساعي طه حازم كان دايس في الموضوع ايو هو كان بي اهو حازم كان في المنيوز بس معرفش بقى كان البيبلاين الوقت اه انا انا هو بدأنا في نفس التوئتات ولا لا اه 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 وكان على انستجرام مثلا ايه اه رامي سولي وعمر شبراوي يعني يعني انتم مجيل الدهب ده ده احنا احنا لو قصناش اه ده حكك انا وانا بابدأ اه قعدت مع ابو صامرة وقال لي خلاص انت هتمسك ايجيبشون فوديز ايش انا همسك ايجيبشون فوديز كانت عمالك ترقم موقتها انا باخد ايجيبشون فوديز وهي تمنتاشر الف عشرين الف لايكس مسلا ده بقتها تمنتها كان رقم اه وقتها برضو اه اه كان سبنتاشر لأ ساعتها انا وبصامرة بدأنا في اخر اربعتاشر يعني اه برضو رقم اه لأ كان بدأ يعني تمام الصراح فانا ماشي يلا هنشوف الناس التانية بتعمل ايه وهنحط قابل ايه بقى تمسك ده اه طبعا كان اه زي بار تايم جوب تينج يعني حاجة يعني في انكم في انكم اه بار تايم تمام ده ان انت هتمسك البيج وتنزل عليها رفيوز وبتاعهم مش عارف ايه مش كل الريفيوز انا طبعا مش هنزل اه اصور مصر كلها بس اللي هو مثلا كان الماضي لساعتها اللي هو ايه احنا you're making a food community في صفحة معينة ايه فعمر مثلا اه ايه ده ده انا جربت كذا ده ده رأيي فيه احمد مش عارف عمل كذا مصطفى عمل كذا فكل يوم ننزل رفيو شكل اه لشخص ما شكل انا بقى جربت حاجة صورها ابو سامرة جربت حاجة صورها الى خير انا بس حابب اقول ان احنا تكلمنا بالتفصيل عن الصفحة دي مع ابو سامرة بحيطة ابو سامرة نزلوط فلو حاببت ترجع للحيطة دي تكلمنا عنها برضو بالتفصيل عشان هو برضو هيبدأ يكمل مما مما احنا تكلمنا فيه اصلا بس حاجات بس بأنت مجمع الصورة كلها ايو بالضبط كيف فا قلت ماشي انا طبعا كنت لسه يعني لسه متخرج تخرج طازل اه انا همسك بيج واكل وانزل اصور وبتاع وفي انكم حل ده ده هيدا يلا بينا ده ساعتها ده قلتلك كان كام ساعتها ده للاوي ده انا كنت برنس فاهم فقلت ماشي يلا وعايز اقول لك بس معنى كده ان انت كنت جامد يعني هو شفك ان انت جامد فتعرف تعمل ده يعني اه بيعملوا ايه في موضوع البيجز على فيسبوك انا فاكر مرة من المرات انا فعلا مش عارف ماذا يحدث هنا يعني هو مفيش مرجع ومفيش حد يعني فاهم مفيش حد بصراحة انجزني كانوا كانوا عاملين شغل لذيذ ساعتها بس تمام فمرة من المرات نزلت بوست من بوستات مطاعم على البيجز يعني مثلا مطعم برجر منس كان منزل صورة وكاتب ان هو مثلا نزل ايتم جديد انتو اخدت الصورة بزيحة اتتها لشفوديس وكتبت جزا 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 مش مش كسل ولا حاجة ما انا ما عرفش ايه وبتمشي ازاي وحط بقى كابي رايتس وصوري وصورك وما كانش مفيش حاجة اسمهاك يا رس صورة اكل يا باشا حط يا باشا اه اه تمام واحدة واحدة اتعلم شوف غيرك بيعمل ايه حط شخصيتك في الموضوع انزل جرب مكان معين اهلي بصراحة كانوا ابويا برضو يعني ابويا وعمامي هم السبب عشقي للأكل فاللي هو اه لا احنا عيلة عيلة كورنيفورز وفود بيبل وجاسترونومز حتى السومالة لا قول بقى ده بالعربي احنا عيلة احنا عيلة اكيلة حلوة صيغة حلوة صيغة لا احنا عيلة محبة للعيلة ككل مش مش انا ابويا وامي واختي يعني العيلة ككل اكل وتركيز على الاكل واحنا من بورسعيد فبورسعيد اصلا من جيل ابويا بقى وعمامي وكده لحمة مع اليونان ومع ايطاليا وكان فيه ناس غرب يعني خواجات كتير يعني عايشين هناك ففيه ثقافة اكل قوية قوي فانت ولدت في ثقافة اكل اللي هو احنا عارفين هنأكل ليه في العيد وعارفين اكلت اول يوم رمضان ايه وعارفين يوم الجمعة الصبح يعني it's food family بدون مبالغة يعني فابويا كان يسعيدني مثلا يقول لي طب بقولك ايه ما تيجي نروح المكان اللي كنا بنروحه مش عارف في وسط البلد بتاع الكبدو سجوء يمين شمال يمين شمال البيتش بقى لها اتجاه ما الناس بدأت تتركز معانا وبتاعهم مش عارف ايه لغاية ما في يوم شم نسيمي عشوائي جدا انا صحابي كانوا كلهم مسافرين معاد انا واحد صحبي وقعدين في القهوة مش لقين اي حاجة نعمله بقولك ايه في مكان قريت عليه ساعتها كان اسمه الاخلاص والامانة صبحي كابل كانت ساعتها مسامي نفسه الاخلاص والامانة فقلت بلد ما تيجي نوح نجرب وساعتها كان اخونا التاني قافل والناس كلها بتدور على حاجة والناس فعلا كان نقصها الاكسبرينس او التجربة بتاعته ان انا عايز اروح اقعد اكل اكلة في الشارع مصرية طب مصرية بتاعها مش عارف ايه فقلت بلد تعال نجرب هنخسر ايه خدنا المترو وروحنا لغاية رود الفرج نروح لصبحي كابل ازاي اركب التوكتوك اسمه الاخلاص والامانة الاخلاص والامانة يعني ساعتها ساعت البوست انا اول ما وصلت لقيت اليافت مكتوب الاخلاص والامانة وجنبها صبحي كابل وانا كتبت في الكابشن شارع الاكل نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أنا رايح أعمل كونتنت وراح أستكشف أنا لغاية النهاردة حتى لو أنا هنزل أجرب حاجة حتى تاريخه حتى لو مش أصور حتى لو مش نصور نزل أدوق حاجة فوصلنا أخوك صبحي عادي مكان مليان ديسنت خلنا قعدنا عادي لا في زحمة ولا في ولا في أي حاجة هتطلب إيه هات ملوخية هات ورقة لحمة هات رز بالشعرية كان عنده مشاوي هات ربع كان أول مرة شوفت كفتة وكباب بالرباع هات ربع كفتة هات ربع كباب هات مش عارف ايه هات سجوء بالليه هات بتاع وقعدنا أنا وطيرا صديقي أكلنا وصورت صورة صورة لكان آيفون 6 يعني فاهم يعني ما فيش يعني إبداع وبالليل وبالليل في إضاءات دحك يعني هابوريك بوستة ما نخلص يعني فاهم وكان الساتب نفسه إنك معرفش أنت روحت أيام ما كان أنت أكيد روحت أيام ما كان شارع حس إنك في مولد يعني عارف تخش الشمال الجزار على الشمال الجزار على اليمين الشغل اللحمة بالليا مش عارف إيه المشويات كنت مصور وكتبت البوست أول مرة واحت بالليل ونزلته قلت إيه أنا عادتاً بعد البوست بخمس دقيقة كده بأعمل رفرش أشوف بس إيه بيهيفيور فيسبوك النهاردة البوست جاي منه ولا هيقرفني أخد الزقق ولا أه مع أول رفرش بعد دقيقتين ألفين لايك دقيقتين دقيقتين رفرشاة كمان بتعملها تزيد مية في متين في تلتمية ده رقم برضو يعني في السوشيال ميدي دا كان رقم مرعب في كومنتز في بتاع في مش عارف إيه أنا اليوم ده أنا أربع الفجر خمسة الفجر حاجة من بعد اليوم ده كل حاجة تغيرت من بعد اليوم ده كل حاجة تغيرت أه احنا مش الانبوكس أنا مش ملاحق على الانبوكس ده كان أول بوست يفيرل على غير الفيديس ده أول ايه أول بوست أشوفهم فيرل ماشي مش عالق جلش اصلا اه انفجار وهي هو رزق برضو يعني رزق مش يعني أنا وعوريك الصور يعني صور تدحك من ساعتها و دينات غيرت اه اللي كانوا حاجة وعشرين ألف صحية لقيتهم بيج لايكس يعني عمالة بقى تزيد بالعشرات والعشرينات الألاف كده كده أبو سمر طبعا قال بقى احنا كل هز الاستثمار أخيرا جاء تاما أبو سمر شمر وقال لي احنا يومين ثلاثة وننزل نتقابل نفهم وفي ايه وعلى حس البوستة بقى ما هو الهايب كان عالي اي بوستات تانية تحصلوا تحط بس انت البنشمارك لا سوري انا عايز بوست انا عايز زي اخوك من ساعتها وانا بخلاف المنفعة المادية بتاعت الشغل يعني وانا تفتح علي داتا بيز مرعبة من البني أدمين ومن المطاعم ومن قراءه أزواء الناس اللي هو انت بتنزل مثلا بوست عن يعني انا بوست ده بقيت وصل لمرحلة ان البوست ده قبل ما هنزله عارف ان هو هيعمل امباكت عندك خبرة خلاص اه ديزيرت وشوكولاتة كتير قابل جابنا سايحة ده يا لهوي فطير حبيبي بيتزا طب هتنزل بيتزا نيابولتن لا ده عيش محروق ده ولا ايه معلم ملك في ايه احنا كنا وشين كويسا فبقى عندي بخلاف بقى اللي ابو صامر اتكلم عليه في الحلقة بتاعته ان قديه ايجبشون فوديس كتعمل امباكت عالي واسلام بقى اسلام يعني انا برضو وانا في الطريقة بحاول افتكر اسلام جيه اسلام كان موجود اثناء او قبل البوست بتاع صبحي كابر ده اسلام بقى بدأ ينزل بقى الحاجات المعميع بقى بتاعته اللي هو صف بقى بالشعرية ده بالكامل صف شارع الجيش بالكامل صلاح ينزل واحد بتاع فول في مبابة وكان حاوشي الربيع ده برضو نزله كان بوست فترة من فترات قبل ما ما شاء الله ربنا يفتح اليوم الفتحة دي المهم ان انا انا بقى كعدني لان انا اكتر واحد كنت له ايه وانا رايح الشغل الصبح في عربية الشغل كنت بروح مدية ناصر الست اكتوبر انا اعمل بريفراش في اشبش فولز كومنتز وارد عن الناس واعمل وساوي وبتاع فبقى عندي شيء من الداتابيز محضرمة عن الزوق ماشي بتاع الناس انا عارف البوست ده ممكن يعمل مشكلة انا عارف البوست الفلاني ده حاجة غالية لا بس لو هتحط حاجة غالية مثلا بلغة النهاردة مثلا لو شورت ريبز ولا حاجة لا هتجيب اقبال اكلة سمك مش عارف ابن حميدو اللي في جليم ف وطبعا ده يعني ده البيهيفير العام بتاع شعبنا يعني في حاجات بنتقبلها وحاجات لا حاجات مستعدين ندفع فيها حاجات لا حاجات ما نقدرش عليها الى اخره فبقيت عارف من تالتي من تالتي بتاعتنا احنا كشعب مصري في الاكل ده بقى تحول زي انت بقى ده بقى تحول تحوله لبيزنس بقى ارن دي او تطوير يعني امتى بقى جات فكرة انا عندي خبرة حلوة قوي تعال انحولها في بيزنس لما ابو صمرة مشكورا اداني الفرصة ان انا احط ايدي في المطبخ بتاع في مطعم بتاعي عيش وجبنا اول حاجة اول طلع عيش وجبنا عيش وجبنا انا لغاية يعني فيه صيف انا فاكره لو بصمرة اتكلم عليه اللي هو كنا مقضينه كله في المطبخ في الدور الارضي عنده بصمرة بنجرب حاجات اما قالتش عوالته مية وحاجة طبق مش عارف ايه بيضة لا لا اللي هو مش عايزة يعني كنا بنفضل في بطننا ونرجع نكمل يعني لغاية الصيف ده انا كنت لسه شغال في يعني كنت لسه بقى بقى ايجبش ونزل ونستبعت لي ونعمل ونطلع اسكندرية نصور وبتاع مش عارف ايه جيت بقى في الطلعة بتاعة عيش وجبنة دي احنا انا فاكر ان احنا فتحنا في شتا يعني اخر 2017 احنا من صيف 2017 وكان فيه ناس بدأوا من قبلية ار ان دي ار ان دي ار ان دي ار ان دي اه فبدأنا نطلع اصناف وبصراحة عيش وجبنة انا كنت لسه سنة اولى مفهومية مانيوس يعني كنت لسه سنة صفر فكان معايا اسامي برضو مخضرامة مش انا اللي كنت عامل اول طلع بتاعة عيش وجبنة الواحدي اه جماعي اماني وشاف عزيز الناس اللي بصامرة تكلم عليهم دول لما عملنا المانيوس بتاع بتاع عيش وجبنة ودقنا الحاجة واستقررنا ان دا اللي هينزل ولا السكليتس الغربي مثلا محتاجة ناتشو تشيبس دي انا اللي كنت اقل لهم ايه ايه ما هو بل ار ان دي بص باشا هرجع اه قبل ما نتكلم هرجع سلمة واحدة الورا اه المعلومية اللي عندي المنتاليتي بتاعتنا كشعب مصري الفكر بتاعنا كشعب مصري في الاكل ممكن تعرفني كل شريحة عايزة ايه من المكان دا ميش يعني واحنا طبعا ضمنا احنا عارفين ان عيش وجبنا مثلا كان بي بي تارجت ايه اه لاز عليه شوية ايه ايه بي بي شكرا على كده ميش فلما جينا مثلا نعمل هنا بقى ييجي هنا ييجي فكر الار ان دي الار ان دي انا هبيع ايه المين وانا مستني ايه من المنتج دا خلاص فساعتها مثلا كنا بنعمل بيرجرز عملنا كم اصناف بيرجرز او الشاف الاكزاكيتف شاف شاف عزيز شاف عزيز اللي هو كايرو جايز اللي علمي بالشي اه من الناس بصراحة اول واحد يعني وقفت جنب شاف شاف المطبخ كان هو بصراحة ففي ايتمز طلعناها وطبعا الار ان دي عاية عاية تعمل بيرجر بالطحينة تعال انجار حتى اvio خسر حاجة حسنا انته يعني بس برضو ممكن اي حدو كنا نعمل ار ان دي انا روح احط شوية لاحمة وحيد خاص وقولك وادي ايه الصعبة بايشة في الا ر ان دي لا هو اصلا اي حد يقول يا باشا فين بقى ايه انا اعز عرف انت بتقولها بعملار ان دي ما هي ما هو الار ان دي برضو يعني انا برضو ممكن المعلومة ما وصلش اقول الناس اه ايه بقى هعمل ايه الار ان دي ان انت بيبقى معاك شوية معطيات صغيرة كده اللي هو انا عايز اعمل مطعم جابنا انا عايز احط مطعم بيرجر والياكون يعني بلغة النهاردة سماشت بيرجر ماشي ماشي طيب انت سماشت بيرجر عايز تلعب ويبقى عندك اربع خمس اصناف ولا عايز تبقى مثلا زي بيرجر عندك اتنين تلاتة بالكتير قوي لا انا عايزهم يبقى اكتار عشان ترجت كزا حتى حال الار ان دي بيبدأ بين ان انا اصلا بشوف الماركت في مين يا باشا بورجر بالجبنة بورجر بالجبنة والبيف بيكن بورجر بالجبنة والمشروم بورجر بالجبنة والمشروم والبيف بيكن بورجر بالجبنة والمشروم والبيف بيكن وعد الحليمي رأس بالبقى هادي الار ان دي يا باشا هو مداخل ما هو هنا بقى ييجي الارن دي. ايه ما ايوة. هنا الارن دي يقول لك لا باش انت كده ما تفتحش. هاو ار يو انت ازاي مختلف. عن ايه الباقي. عن اي حد تاني في الماركد. حلو. ايه بقى ايه بقى دي خلالك. فين الواو فاكتر انا احنا بنسميه الواو فاكتر. فين ال ايه ده? مش الواو اللي انا بقولها في الفيديوهات ساك منا بس اوهم بسموها فعلا فين الواو فاكتر. اللي هتخليني اروح لفلان مطعم فلاني مش بيارجي ا او مين? ماشي. اه السؤال بقى تانية بفوق السؤال. اه. ليه ده مش شغلانت اصلا الشيفس? هي شغلانة شيفات فعلا. ايه. هو انا اللي اللي توغلت فيها وانا مش شاف. عشان انت. عشان انا جاي من بجرة. دقت كتير. ودختي وسافرت ورحت وجيت. انا مش رحالة. يعني بعمل الفودياتي دي ارن دي. مية سرع? مية ارن دي. ده انت انت داتا بيس. ام. انت عندك ال 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 انت من فيديوهاتك والمقارنات. عارف. كتير وشفت كتير. عارف الماركت. نقصه ايه في الكفتة. ام. صح? وعارف الاسعار وعارف الاعجام وعارف. في بقى الحتة الصغيرة الفاضية اللي ما حدش شايفة دي انت عارفها. لو مسلا ايه طب انا ليه ما حدش بيعمل جورمي كفتة بانجس مسلا. ام. مسلا. 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 مسلا كده طبعا بس يعني ايه. وتبدأ تحط ايدييشن وكونسب طب تعالى مسلا السماشت بيرجر اللي بتاع المطعم اكس اللي احنا هنعمله ده. تعالى بدل ما هنحط جبنة امريكن شيز زي ما السوق كله بيحط امريكن شيز. تعالى نشوف اوبشن جبنة. بلا معنى انا بقى هزي جبنة بيضة. مسلا. 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 سوس روش بمبني على جبنة بيضة. طبعا ده حكل انا بقول. ايه ايه. الله اعلم برضو بس يعني. بس يعني. طيب. اه بس يعني زي ما انت قلت دي اصلا شغيرات شفات. انا كارن دي. اه. ببقى لازم انا كعدني برضو. ايبقى معايا شف. ماشي. انا ممكن اقوم بايتمز لوحدي هاعد اجرب مع نفسي وكتب الجرماش بيدي والريسيبي والديفالبمنت بتاعها والكلام ده كله. وحولها للمانول وحولها لكتاب. اي لاين كوك يعمله. اي شف عادي في اي مطبخ يعرف يشتغل عليه. فانت بتعمل ده مع الشيفس. عشان تعرف تغطي الحتة دي كويس. تسعين في المائة من شغلي كان في بروجيكتز قردي. الاكزاكيتف شف موجود. تعال يا شف نطلع حاجة خطيرة مع بعض. سواق في كايزو. سواق في عشو جبنة. سواق في كدوشة مع شف مران. سواق مع اي حد تاني. ماشي. انا بيبقى انا كعدني. اه. مش النورم بتاع الار ان دي. الار ان دي بيبقى سباشلست شف. حد سورتيفايد. بيبقى لابس الابرن ومعا الالم في كتفه ومعا الملزمة وشغال وبيجرب ويشيل ده وحط ده. انا. هل حاليا نوعا ما كده. اه. لأ يعني بس انت عايز تاخد. حاليا از وي سبيك انا. اه. عايز تبقى اه معتمد. نفسي. 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 يعني. نفس كده. اه. يعني لسه من فترة كان في راوند اه انه انه انتنس كورس في اه مونا بيتي. اه سورتيفايد شافه بتاع بس الاسف الوقت ما 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 سمحش. ماشي. واكتوبر ومدينة نصر وتجمع فما زبطتش بس اه لا حاجة اتمنى ان انا عملها. مش انت لما دخلت اهار ايش واجبنا ده عشان ت اعمل الارض بتاع ايش واجبنا. مم. فانت هدخل في بيزنس. مصبوط. والبيزنس الحمد لله نجح وقتها. الحمد لله. قبل ما ندخل في تفاصيل الارض دي اللي انت عملته في عش واجبنا وبعد كده في قيز والاخري. مم. ايه حر الشغل معك? يعني ليه ما سبتش بقى الشغل? ليه فضلت مكمل في هندسة الى الان? ليه? حلو حلو السؤال. حلو قوي قوي قوي. مش احنا عايزين يعني نرجع لفكرة الاكبس انا. كل اللي انا شفتهم داخلوا المجال والحمد لله نجحوا بيتفرغوا تماما للموضوع. مم. هي ممكن ده فيها عشقات شخصية. مم. ممكن اقول لك اه الظروف والدانيا والا في كده. مم. فهل ممكن تشارك معنا هذا الشيء؟ مية في المية طبعا. ايه بقى. انا اه وده اثبت التاريخ بالنسبة لي. انا ممكن اكون شخصي كونفرت زون شوي. يعني ممكن كونفرت زون. ممش. ممش. يعني ممكن اجي على نفسي في سبيل ان انا ايه الدنيا. مرتاح. تمام. اجي على نفسي في وقت وفي مجهود. وخلص شغل الصبح بقى لابس الخزة بتاعت المهندس الصبح وقلعها بليل والبس الإيبرن وقف في المطبخ وما نمش فاهم انا مناصر لفكرة انه ما ترميش كل حاجتك في سلة واحدة انا مهندس شغلانة 9 to 5 job لذيذة اخر الشهر بتاخد السلري بتاعك بتكبر واحدة واحدة بتترقى شايف شغلك والكلام ده كله اصلا شغلانة المطاعم مش هقولك مسائية بس معظمها النص التاني مليوم شخص بقى في الطبيعي بسحة الساعة سبعة الصبح مش عايز برضو بقى جماعة جاءوا البودكاست بقى والHR واشتغل على نفسك وبسحة كل يوم لأ خالص عادي عادي جدا يعني انا في الطبيعي بسحة بدري ويعني doing good في شغلي الحمد لله الحمد لله يعني مش متدايق من شغلي وفي نفس الوقت شغال كويس في الاكل او في البلوجينج يعني سواء كرن دي او كشغل في كايزو كبزنس نفسه او كبلوجينج وفيديوهات ومرواحه مجي واكسبلوريشن لمطاعم والكلام ده كله طبعا انت كنت ممكن تقول لأنا ممكن انت كنت شريك في عشو جبنة في عشو جبنة او وشريك في كايزو الحمد لله انا ممكن بتفرغت وقتي كل الحتة دي انا هكبر اكتر واكتر 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 وللين كمانا بعمله اكس عمله اكس واتا اكس واربع اكس هرجع واقولك انت في اخر انت في وظيفة اصلا في هندسة انت في وظيفة هرجع واقولك اللي هو family business لا 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 موظف عادي في وظيفة طبعا في الاخر انت بتاخد مرتب حيث انت في الشغل الحر انت ممكن تضرب في عشرة وفي عشرين وخمسين وتكبر مش عايزة بقى سلبي بس ممكن اقع على وشي برد وشي طبعا انا بقى كشخص عايز فلوس اخد ريسك العالي انا كشخص مكافح بعصايتي ما عرفش ما ينفعش اعلى وده نموذج اكيد فيك كتير كده ما عنديش option ان لو قعت على وشي يعني فاهم عارف العامل لو انا يميتي مش بالمعنى الحرفي بس لأ I need to make usual monthly money وده معناها ان مش هازم كل الناس بقوا رواد اعمال يعني عادي برضو اخلي بالك يعني فاهم هنا انا يعني في جزء تاني برضو ايه او ابو صامرة هيشتمني بس في جزء برضو للدلع انا عايز في العيدة سافر ليلتين اه اقط في حتة ولا لا في العيد لو انا في كايزو عيد ايه باشا العيد ده شغل ايو ده مثلا وده فعلا ده صح الناس بقى فاكرة الشغل الخاص ده انت خاص انت بقيت حر انت بقيت شغل في الشغل بتاعك انت بقيت حاجة هو اللي 24 ساعة انت في الوظيفة انت بتشتغل الكام ساعة من نقطة الوقت من 9 ل5 وفيه اجازات وفيه حاجات بعد الساعة 5 ونص 6 لو مديرك كلمك هيبقى زوق منك لو رديت اصلا انما لو انت في بيزنس وانت برضو انت عندك حاجتك اليوتيوب والكلام ده كله لو حد يكلمك الساعة واحدة بالليل انا لغاية النهار ده اللي هو باللي انا عامله في حياتي ده وحد مثلا منكايزه يكلمني الساعة واحدة بالليل هرد وعمل يسوي وفين والحق شغلك بقى حاجتك فلا انا الله اعلم برضو يمكن قدام لما لما لاقي انه ايه ده انا لغاية دلوقتي الحمد لله عارف اعمل الاتنين بالتوازي من غير ما جاء على حد فيه او حاجة الحاجة هتتخدر ايه ايه الاكل اني هتسيب بص انا عندي اعتقاد من يوم متولدت يعني مش يعني مش عايزة بقى اللي غير انا لما روحت ايجيبشن فوديز ما عرفش دي جاتلي منين يعني عايز اقولك الشخص اللي وصلني بابو سامرة ده كان اخر مرة عملت معاه فيها كان يوم ما وصلني بابو سامرة اه يعني يا راجل لطيف وعندي على فيسبوك وانعيد على بس انت جيت حياتي من الواضح كده انت جيت حياتي للسبب ده فاذا بان بقى ابو سامرة بعد باش عارف كم سنة عشو جيبنا ايه رأيك كان معايا قرشين يلا تعالوا نخش عشو جيبنا ونشوف المجال ده بيقولي عشو جيبنا ما شاء الله الحمد لله كان عندنا رؤية كان عندنا رؤية لذيذة وعمل بصراحة شغل لذيذ جدا لغاية ما الكورونا جات ونش عارف ايه جينا قلنا هنفتح كايزو خلي بالك انت اما بتيجي تفتح مطعم بتبقى مثلا لغاية ما تفتح ايوة انت هتشتغل ولا مش هتشتغل ايوة مش عارفين هو ده بقى خلي بالك اللي خلاني في حتة الارن دي ايه ده مش يمكن اما جارة بطلع بعرف ده انت لعت بعرف لما اول شهر والايتمز نزلت والاكل نزل ولقيت الناس مبسوطة من الاكل في حاجة انت تتعبت فيها واشتغلت فيها وسبب فيها ناس مبسوطة يعني في حتة برضو سنتيمنتل كده شوية حتة روحانية كده شوية فيها شيء من المشاعر اللي هو انا عملت اه هو دفع وكل حاجة يعني بس ايه ده بس ده مبسوط ده ايه ده اخلي بالك ده اخلي بالك البرج اللي انت بتاكله ده انت عارف انا عملت فيه ايه ولا مش عارف يا بادي انت فاهم فدايما سبحان الله على مدار حياتي من يوم ما تخرجت لحد النهار ده ودايما فيه سكة ما عملت فتح لي في عالم الاكل مش رايحة بي الفين مش عارف انا معي طيب نرجع بقى لفكرة الارن دي يلا انت حريان اه كنت انت في هندسة بشغله وبتعمل المينيو وبتعمل الظبط كده انا ده الوقت اعايز اعمل المينيو الله مين هعمل ايه وعايز عدني وعايز عدني عامل ده الوقت يا باشا او احكي لنا ماذا يحصل في الارن ديف في صنع المينيوهات احكي لان انا عايزنا هميني جدا حتا دي انا ده الوقت اعايز افتح مطعم بردس حلو ايه حلو اه بقى حركات بصوصات بأنواع بقى أشكال البتاعة مش عارف ايه ما بقى فاية هعمل ايه ده ادخاني في عامل القرن ديف من هزا الشيء انت هقفك نقطة واحدة بس صغيرة انت قتيل تفتح مطعم بطاطس عشان لو هنا ييجي دور ابو سامرة مش دور عدني هل انت فعلا عايز تفتح مطعم بطاطس لانك لو تفتح مطعم بطاطس بس مش هتشتغل قوي حتى لو انت مودت الدنيا وهنا ييجي دور ابو سامرة يقول لك باشا في حاجة اسمها الناس ازواقها ودي بصراحة انا ابو سامرة يعني فيه تلات اربعة بني قدمين كده من ضمنهم ابو سامرة انا باعتبرهم المنترس بتوع واللي هما ايه يعني لو عندي كامة علومة في عالم البزنس واقع هيكون الناس دول هما السببب فيهم انا برضو راجل مهندس ف في بيهيفير معين او آلية معينة لاتخاذ القرار عندنا في مصر اما تيجي تخرج تاكل حاجة معينة هتاكلها فين هو اتكلم انه قبل كده انه مسلا في حاجة اسمها الريد اوشن والبلو اوشن والزلطهر بال هنا البورجر ومش عارف ايه والحاجات دي ايه وده ما بيتموتش خالص والتاني بقى فيها زي عشوة جبنة ومش عارف مزبوط صح دي انت قصدك عليك مزبوط يعني برضو ايه يأتي دور الار ان دي لما انت خلاص متين في المية واثق انا عايز انت هتفتح معا تعمل بطاطس 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 عمو عمر الشريف بطاطس عمور طيب انت عايز تخاطب فئة عاملة ازاي كلاس كبير او بي اه حلو طيب احنا نفتح في المكان الراقي لزيز نستعدي بالعربية تاخد باكبالز بتاحها جميل كده اه بك ريزبي جدا من برا صوفتي جدا من جوه وشوية البهارات الحلوة مع شوية الصوصات بقى قدني في الرنش والميمالز والكاتشاب والسويت شيني ومش عارف ايه حلو ايه وباكيجينغ خطير والوان وحاجة تبقى سخنة حلو خروجة كلا ده ازيز انا رسمت يا عم ماضع حلو انا عايز ايحصل انا مش خدوية اصلا 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 100000 حد بك اكيد يعني مش عمر اللي قاله اصلا بالاخر برضو مش عايش الدوري انا عشان اطلع لك مانيو في مثلا خمسة ستة ايتمز تانين مجنحة ايوة لازم على الاقل ادواءك ملا يقل عن عشر اتنشر بلندات لا افكار اه ماشي مبدئيا هتاخد الموضوع يعني لو بتكلم بقى على دقة واتقان وهنشتغل بجد الار ان دي اولا انت تبقى طبعا يعني research and development فانت بتبدأ بكلمة اسمها research باشا بشوف development ال development بقى انا ال research اللي انا عملته ده هطلع منه حاجة عاملة ازاي ال research انا انا هشوف الماركت الناس لما بتروح للبطاطس بتروح يعني انا لما عايز بطاطس هروح فين اغدى النظر على المواطع هروح مك يأتي وراه مثلا في creation مثلا فرايس صايع في ويليز في طبق فرايس صايع في بي ار جي ار في مش عارف مين بطاطس انزلابيا بطاطس انزلابيا بس انت مش او بي ماشي مارك بس معاك بص باب بص اه ودي خلاص هتشوف الطب افكار بطاطس اللي الناس بتروح لها فين ماشي فين برقب واحد اه دي الطبات طيب الناس دي ليه مش مش ليه بسأل في رزقهم ليه يعني ليه هم جمدين في الحتة دي بتعرف ان اه مكدونلز بتكنيك معين بفراير معينة مش عارف ايه اه ويليز عنده تشيلي بيف مش عند حد اه بي ار جي ار بيحاول يقرب من الفرايزاية بتاعت مكدونلز وبيلعب بالصصات الصائعة بتاعته معلشي الصاص معل مش عارف ايه اه مش عارف مين مثلا كايزو اه وصل نوعا ما او وصل للكواليتي بتاعت مكدونلز في الفرايز بتاعت فهتبدأ جمعت الريسرش الجميل بتاعك والت ده مش يعني في جملة كده مشهورة في الار ان دي انت بتبدأ من حيث انتهى الاخرون حل فده ده دي الار دي الار انتهى الاخرون دي الار انا وصلت لو ميت واحد هيكلوا فرايز كام في المية منهم هيروح لأكس وكم في المية منهم هيروح لواي وكم في المية منهم هيروح لزلد مش في الحقيقة دي كانت مشكلة صغيرة مواجهنة في كايزو اما جينا نعمل ريسرش على الحواوش رغم انها اكلة مصرية مية في المية اما جينا نعمل وبنزل سيرفيز ابو صامر بنزل سيرفيز عنده وانا بنزل سيرفيز عندي عبير تقول لي شالبيه الرفاعي اه تشتلاقي كتير ودبيت بالجدن اه طبعا مين احلى مين احسن ده رفيع وطقو كبير ده مش عارف ايه وده في الفرن وده في المش عارف ايه وده عارف فحم وده مش عارف ده عجل اللي ده على ايه ده على ايه ده الريسر مش جي نرجع للفرايز بتاعتنا مش عايزة اعود اتكلم عن كايزو عرفنا مين البوبات اللي الناس بتروح لها لما تيجي تطلب فرايز مش حلو الديفالبمنت هابدأ انا بقى تطوير بقى انا بقى عمورة فرايز هتبقى عاملة ازاي بطاط صاية هتبقى اللومات ولا ستيك فرايز ولا كرنكل ونوحة ونوحة اللي نعر عليك هنعمل احنا بطاطس نجيب بطاطس ونعملها ولا ناخد اعلى جودة من فارنفريت ولا نشوف مورد تاني لذيذ مختلف مش عارف ايه هتعمل فرايز كزا شيب ولا هو عمورة فرايز شيب واحد بقى شيب عمورة حلزوني حلزوني يما الحلزوني مثلا ولا وجز ولا سامبوكسات ولا ممكن على فكرة يبقى اللقطة كلها في شكل في شكل فرايز اللي نعر عليك ماشي ده الديفلوبمنت ده خطوة من خطوات التطوير ماشي من خطوة من خطوات شكل الفرايز نوعها ههريها بهارات توابل شرق اقصى ولا سنة الملح اللذيذة وشكرا ماشي نحس بالجل بتاع ولا يبقى التدبيلة برضو فيها شيء من الدلع ماشي ده الدي الدي بقى ده انت بتجربه يعني انت بقى وصلا قلت يا واشا انا هجيب ازا انت قلت هجيب البراند الفداني مش عارف ايه ولا هجيب المورد البعيد مش عارف ايه بتجيب بقى عف سامبلز بقى بتجرب متين فلمات بتجيب بقى الحاجات دي تعال نجرب نعمل ده يا اونر يا عمر انت حاسس اه انا بحب فارنفريت يلا نجيب ممكن نطلع لا احنا هنجرب بقى مش هنشتغل احنا هنجرب لا لاicus مرحلة تجربة виما انت معاي في التجربة ماشي انت كاونر مان ينوب عنك او انت معاي في التجربة لان انت اللي هتأبروف ماиш انت اللي هتأبروف شو انت اللي هتوافق انت اللي هتوافق او انت هاشتغل بلق بيتي بس تبقى ثابت عن احنا مثلا في مصر عندنا مشكلة نوعا ما في البطاطس البيتي يعني اه انت لجبت البطاطس في البيت ممكن النهاردة تطلع بطاطساية امر وبكرة بطاطساية تلاقيها تعبان عايزة تنام فاهم قصدي ولذلك معظم المطاعم بتتجه للبطاطس الجاز طيب تعال نعمل زي نسينا فايف جايز انا انا فايف جايز كلته 3 مرات اخر مرة ما جبتش فرايز ليه؟ تشبعني يعني انا اول مرتين جبت بيرجر محترم وكت لسه نازل من المطار فجبت فرايز كبير انا مش شبعت انا الترست تاني مرة قلت خلاص انا اجيب بيرجر وفرايز ميديم برضو تلت مرة لا مش اجيبها عايز اتنين بيرجر يعني بس ففظيع ومعمولة كيشن سيزنينج وبابريكا وبودر التوم وبص هبل خطيرة ولأ والميزة برضو انك ايه يعني هو الراجل بيملاي لك الكوباية بس تيجي تلاقي الكيس من تحتك ايجي تلاقي في ايه رزق بونس على فكرة دي استراتيجي صائعة بتقول لو لا بص انت خد لك عندي تاني على فكرة انت انت وجدها انت وجدها فهم لا صيعين صيعين ولاد لازين وعندهم بطاطس عادية بطاطس سبيس اللي بلكيشن سبيس رهيبة دي كامل باش فطيب وصلنا للبطاطسايا عدد واحد بطاطسايا هنجرب 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 وخلا انا وعمر اتفقنا ان احنا هنجيب مثلا البطاطسايا اللي اسمها بطاطسايا تعمورها من المورد الفلان هعمل لنا بطاطس سانبوكسات بعد ما جربنا بعد ما تهارينا تجربة لنوع البهض عدد واحد بطاطسا يعني اه اه شوية بطاطسا جيبنا بقى خلاص طيب طبعا في اثناء ده هنتبل ايه ملح وفلفل زي ما قولنا ولا الكيشن بتاع فايف جايز ولا طبعب الشرق اقصى بتاعت المطاعم السوري ولا هنلعب طبع باب الشام والحاجات ديش 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 ما بيحلوش اه وحلوة انا لا انا كعادن يعني انا بحبها بطاطس انا بطاطس ملح لا انا بحبها بطاطس اه ملح حت سنة كمون مثلا بس ممكن مصري اوي دي بس لا لا بتبقى صيحة بس ممكن في مطعم عمورة مثلا اه بلند مثلا بحر اوساطي زعتر مثلا على سنة زيت زاتون على مش عارف ايه اه على كزبارة نشفة مثلا مثلا فاهم لا بتبقى في السنة هتتعمل لا بتعمل شو الازيز كده وتقلب التقليبة المتينة او توبشر عليها بدل الملح مثلا انتعمل فيها وقت جورمي وتبشر نص بشرة برميجان مثلا ناشا تك 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 مع بودرة توم مع تقليبة بقت البطاطس اصلا لوحدها سادة احنا كده عملييني جوع مش نيجب في افكار خلاص احنا كده بنساتل على الكلاسيك فرايز اللي عند عمور واللي هي اساس اي حاجة واللي كل الناس بتهملها منش الكلاسيك يعني انا حتى لو بتشوف الفيديوهات عندي اول حاجة بيبدأ بيها في اي مكان بيتزا بيرجر ستيك whatever مش الكلاسيك منش يعني انت كان اعتقد لو هيبقى المكانزة كلاسيك اعتقد لو نسميه مثلا ايا كان اسمها بطس كلاسيك تبقى ملح ما يسمى كبيرة يعني بس بس مثلا دي مش السيجنيتشر دي مش الايكون عارف الظبط زي ايه زي بشندي هوا بشندي عنده سندووتش فول كلاسيك نا هو كلاسيك بشندي اه فهمتك ماشي اللي هو اصلا ده العلامة السيجنيتشر اللي هو بقى الكلاسيك بتاعي بعد كده الله ينار عليكم ماشي هو خلاه كلاسيك مع الوقت ماي كلاسيك هو ما هتيجي ترجع بالذكرة هو الشيز بيرجر مين قلن شيز بيرجر عليه هو الكلاسيك استردا و بيكن هو واحد طلع دي يا باشا مايه اللي هي طلعت الكلاسيك بعد كده مش فاهم نبدأ بقى خلصنا العمورة كلاسيك السيجنتشر عمورة اللي هو ايه only بطاطس لا قولي بقى هي طلع خلان سبتها هايستعمله ايه انت القول يا باشا انا يديني يا باشا وانا هبروف على طول هقولك ملح مش عايز احط حاجة سبايسي بودرة توم بودرة بصل يلا سنة امامي حلوة كده مش بنفس التوازن ولا في حاجات تغلب لحاجات هدي اعلى سنة للأوريجنو وبودرة البصل مش أوريجنو يديني احساس عشبي ارثي شوية بودرة البصل تديني ككاية الحد اللي احنا بنحبها للأمامي اللذيذ التستلع علي مثلا على سبيل المثال يعني خلصنا الكلاسيك اللذيذ تعال بقى ايه نشوف الصصات بتقول ايه نحط ايه في الصصات اه انا اعمل لازم جيبنا اه هنبقى نجرب برضو معك جيبنا بقى وماشي عارف ايه ونشوف لا للأسف الفرايز مش للأسف يعني هي الجلوبيل لو هي العالمي يعني هي هتبقى امريكن تشيز سوس عادي خلص اللي هي التشيز سوس المتعرف ممكن نعمله احنا بقى من عندنا بدل ما نجيبه من مورد اه وتبقى مش مش واصق في جودة الجبنة والكلام ده كله هي عاملها مش قزمة يعني فيبقى عندك التشيز سوس بقى انك هتهلك منه كتير طبعا اه فيبقى عندك التشيز سوس بتاعك عايز بقى نلعب على حسب انت بقى عايز تبقى امريكاني ولا عايز تبقى جورمي ستايل فنعمل مثلا طبق فرايز بالبرمزان والترافل ما نحط بقى كذا حاجة ما بالزبط عندك مثلا دي واحدة هكاب نعمل كونسيبت نعمل كونسيبت ده كده ده كده مانيو ينزل اتباع عادي عندك واحدة مثلا يبقى عليها برمزان وترافل اويل وبصل اخضر مش بصل ايه تشايفز او بصل اخضر يعني المتاح ساعتها هنبقى نشوف اه حاجة كده ايه تدي لون وماشي ده كده ايه برمزان وترافل اويل كده كفاية تمام ماشي ماشي ادي كده ايتم الايتم التاني عايزينه يبقى فهم للدبيبة اللي زينا بقى الشيف يدخل امتى الشيف الشيف هيبدأ يخش يعني بص في كونسبت زي ده انا او الشيف نسد ماشي لانه برضو ايه يعني اوه فرايز احنا وصلنا للمحصلة النهائية بتاعت ان ده بورشن الفرايز لعبة الصوصات مش ممكن اجي مسلا الشيف يعمل صوص خاص خطير بوم جدا صح او العبدالله برضو تعمل صوص اه نعم خطير اه 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 يبقى عمورة صوص مثلا مم متسقليش عمورة صوص ده يبقى ايه بقى ان ده بقى فاهم هنمسك حاجاته واصلا احنا مقطعين هاينز فاهم فمحتاج امسك اصشوف ونعمل احنا بماينيس بتاعنا بقى ولا انه زمج بس الصوص ده بقى كوكب فاهم كبير بس فيه ساعات ممكن مكاني يجيب شيف عشان بس يعمل له الصوص بتاع حاجة معينة بص هو كده كده انت عما بتيجي تفتح اي مطعم في مرحلة الار ان دي انت بتبدأ تهير الفريق بتاعك اللي هيبقى عندك لان انا راجل هعمل لك البروجيكت وهسلمك المانيو وساعدك في تمرين الناس وقولك سلام عليكم ماشي خلاص فلما هيبقى جبت مثلا الاجزاكيتف شيف بتاعك فهيبدأ يلامس بالتوازي معايا واحنا شغالين في الكونسبت كذا الكونسبت عبارة عن ايه احنا بنعمل ايه فالشيف الاجزاكيتف شيف هيبدأ يخش معايا طب بقولك ايه ما نعمل كذا يلا طب بقولك ايه ما نشيل كذا يلا والشيف خلي بالك دوره مهم جدا 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 بعدية وكمان معايا لان هو بيبقى عنده نظرة تقديم والتشغيل والتشغيل بقى في الهلك يعني انا قلتلك انا من انا اللي قصيت شريط سيخ الشغار ما اللي احنا بتاعكايزه بس الرسبي بتاعت الشغار ما اللي احنا بتاعكايزه وهي مش سحر هو تشغيلها هو لسحر انا كنت يسا كش عايز كنت قلت مع مين كنت كنت مرة في بودكاست مع احمد ابو زيد بتاع دروس اونلاين صديقي يعني فقاله فكرة هو انت ممكن تعمل سندوتش جبنة رومي حلو بس صعب تطلع مثلا مية مية متين سندوتش جبنة رومي حلو الجبنة رومي ما تفادتش كويس ما ساحتش في الاطراف في الكمية بتاعتها بس انت هتعمل واحد حلو اكل بقى متين تلتمية واحد صعب جدا طب ده من امتى بقى من التخزين شوف هتجيب كم كيلو جبنة رومي وكاميرا في الفاتش ومتخزنين ازاي ودرجة حرارتهم هتبقى عاملة ازاي قبل ما يعني قبل ما تشغلهم والحاجة ما تبصش منك وتخزن تحط فين في المكان دي بقى دي دي انا اكد انا دي صنعة لسه ما بشوق حتى جبنا شوف محمد صلاح كان حكا برضو ناس بتجيب بقى مهندس يرسم لك خط سير المطبخ جوه عامل ازاي عشان ده الفلو ده كارسة الفلو بقى محدش هدخل على حاجة والهدر اللي بيحصل في الوقت وانش عارف ايه الخمسة سنتي زيادة او اقل جوه المطبخ ممكن تفرق معك ماشي السات اوب هنا مش هنا ولا الفرن هنا مش هنا ولا بتاع ده يعني ممكن هتبقى مثلا الارن دي سواء انت هتعمله او في شيف منخصص هيعمله هو كأنه هو المهندس المعماري اه حلو قوي بلغة المهندسين بتاعتنا دي اه والمهندس والمدني بقى هو الشيف اللي هينفذ فيقولك لأ دي ما تنفعش تنفذ كده عشان احنا فينا في حملة مش عارف ايه وده شكل تخيلي بس كده للموضوع فجميلة لكن نيجي ننفذ في ارض الواقع باشا ما تنفعش لا وفي حاجة تانية الهالك يعني انا شغل دلوقتي مثلا على راسيبي ايتم ساندوتش فريخ في مطعم من المطعم خلاص هو قليلاك تعني اعمللي حتة دي اه اه يعني ايتم او يعني سواء بقى هيبوا ساندوتش او اتنين او تلاتة بس هنعمل ايش فاحنا مثلا من اول مرحلة الاكزاكيتف موجود فمن مرحلة ان احنا بنقطع الفراخ ازاي انا نفتح الفراخ باترفلاي او ناخد السدرب زيه او ايا كان لا لو هقطع باترفلاي هشيل الفلايط فالفلايط دي هادر هنفعشيل الفلايط مثلا محتاجين اا تكنيك او حاجة يا اما السدرب زيه يا اما اعمل حاجة معينة يا اما فردها كلها يا اما او بقى لما هعمل باترفلايط انا هغلي السعر عشان انهالك عند كتير فايبقى السعر عالي فيه بقى جملة مشهورة في المطبخ والشيفات هم اللي بيقولوها الشيف اللي يهلك كتير ما يبقى الشيف اه يعني احنا لو انا وعمره امنا او ياخد او ياخد حيض دي شغالة بحاجات تانية او يكلها مبالزبط على فكرة ما هو ده ان انت توفر انت ده المانيو انجينيو هو ده جزء اللي تجزأ من الار ان دي وده اللي انا يعني ايه تعلمته بالتعاملات مع الجشفات العزة سوى ماركت مثلا ما يجي قطع جبنا الرومي فيهم الاطراف الجنوري وقطعها كده ويوم حاطها في كيس دي هتروح فيهم بقى هتروح في هتبشر وتروح هتروح في هتبشر تانية في المبشورة في المبشورة وعيش حياتك في الصوصات اكلهم هم مش هترامي هيشغلوا في حاجات تانية فده جزء بس ده يعني انك تهلك فلايت ده انت كده بتهزر لا تعال انشوف انا اعمل فلايت دي اما انطلع ايتم تاني بالفلايت دي اما الفلايت دي تبقى جزء من معادلة الساندويتش بشكل ما او باخر يعني هم فيها حاجة وده جزء ليه تجزء من الارن دين انت مش مجرد انا عايز اعمل اشتري عجلة عشان اعمل رب اي ايه طب بقيت العجلة هتعم في ايه ملا فجزء طب لا انا هجيب مثلا الرب اي وهاخد الفخدة اعمل بيها مش عارف ايه وهاخد العكاوي اعمل بيها فجزء من المانيو انجينيرينج والارن دي انك ما تجي لو هنعمل مثلا ايتم الفرايز اللي بالبرميزان اللي انا قلتلك عليه ده مش اجيب برميزان عشان طبعا حتة دي بس ام لا يقيم اشغلها بقى جوا في السيزنينج بتاعي او يدخل فصوص معين تخش فصوص من الصوصات او اعمل ايتم تاني بس ببرميزان كراست مش برميزان مبشور لازم في حاجة تتحصل طبعا تتزبطك في التوريدات وتتزبطك 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 انا في يعني دي حاجة انا بشغال فيها وبتعلمها وبكسب منها خبرة من الشفات المبجلين اللي انا بقول لك عليهم دول بصراحة يعني انت اه فاهم اكل اه فاهم اكل بس جوة المطبخ حاجة تانية خلال حاجة تانية علم تاني بالزبط كوكب اخر مش يعني عايز اعمل تعال نكمل موضوع الفرايز ده مسلا ليه قلتلك نعمل تشيز سوس بتاعنا لانه على الاقل دخل فاربع اصناه تمام طب انت دلوقتي لو احنا قلنا مسلا حاجة زي المينيو بتاع البيهاتس ده والشغل بتاعه ومش اعرف ايه امت بقى نقول خلاص احنا كده تمام يعني امت نقول احنا كده وصلنا المرحلة حلوة امت بتدي خلاص انا وعمر واربعة خمسة كمان عشوائيين عشوائيين اه صحاب عمرو صحابي صحاب احمد ناس اكيلة نعرفهم ناس بتحب الاكل اي ان كان مش لازم كريتيكس يعني احنا اي احنا زوق عام اه احنا مش في طب شاف يعني لما ندوقهم العشر اصناف اللي قلتلك عليهم وينقوا الستة الصح كلهم يجزموا انه دول طب 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 كم مرة عملت حاجات زي كده وفي اخر ناس يعني كم مرة انت كنت قلت الوصفة دي بص ما فيه جاتش بعدها لا دي لو طلعت مني مستحيل ما جاتش بس وارد جدا نبقى شغالين على حاجة وانت استعليها وخمسة من عشر وستة من عشر واربعة من عشر وراح مكتئب ماشي بس لو انا واقف في المطبخ مع عشاف مرتضة ولا مع عشاف عزيز ولا مع عشاف مروان ولا مع اي حد ودقنا احنا جوا في المطبخ والنظيف ولطمت من الحلاوة والده الزوق بقى الناس اللي بيتجرق بتيجي بتيجي اه مش بفلكس والله بس يعني ده ده اللي كان بيتم بصراحة ماشي اه لا يعني اللي هو تسعة عشرة تمانية ونص ممكن حد يقلش حاجة مثلا زوق شخص مثلا مبنية على فلفل اسود وانا فلفل اسود حاجة مبنية على توم وانا مليش في التوم بس لأ مفيش مرة اللي هو اوف دهية دي وما 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 جاتش وما وقلت كله جاتم الحمد لله مش اه طب انت يعني مثلا انت حاجة مثلا مثلا زي كايزو مثلا ما هو ما هو كان دوره يعني بعد عشو جبنة استداخد كايزو كان تجربة اه ممكن نسميها اه ناضجة اكتر مية في المية مية في المية تمام احنا اه اه وكون ان انت سبت يعني خرجت من من تجربة عشو جبنة وابو سامرة اخدك معاه في ان هو كان مبسوط من الرزلت او النتيجة فقال لك يا بشر الرجل ده فرخب كشك خطير رجل جامد جدا رهيب بلتم ان طبعا ان ده الوضع لان ابو سامرة ممكن يكلمي الساعة خمسة الفجر يقول لي بقول لك ايه تعالى نعمل سندوتش حلاوة بالاشطة ابو سامرة انت عايزني عايزني اعمل ايه سندوتش حلاوة ما نعمل ابو سامرة سندوتش حلاوة اعمله اعمله يا معامل فانت عملت فانت روحت من احكي دي بقى عن ايه اللح ايه اللي تم اا مبدائيا احنا عيش وجبنا اه ماشاك لبعد سان مبدائيا احنا عيش وجبنا اا احنا فتحنا في الفين في اول الفين وثمنتاشر احنا لغاية مقفلنا عيش وجبنا والارن دي كانشغال في حين المفروض انه بروجيت البداية اه احنا فضلنا كل ربع سنة كل كورتر نشيل حاجة ونحط حاجة تعال انشيل بيرجر ونحط بيرجر تعال نشيل طاصة جبنة ونحطه مش عارف ايه تعال نزود لاين تعال نعمل تعال نزود بانكيكس تعال نلعف فبعد تجربة عشو جبنة وبعد ما دعكت في مطبخ عشو جبنة مع عشفات انا مديون لهم بصراحة بالشكر بقى عندي شيء من زي ما انت قلت كده من النطج والمفهومية في المطبخ هل ده قصلا صح ان انت تفضل عطبك جدد يعني في مطاعم بتحط مينيو بيفضل عطب تريليون سنة اه بس مش بال مش بالكثرة اللي كنا فيها في عشو جبنة يعني لسه في دوتي مثلا برند انت اكيد عارفو كل كام شهر لا مش نقول كل كام شهر بيطلع بترند والناس كلها تتكلم عليه وبعد جالة تاني والناس كلها تتكلم عليه عزم باشا حبابنا بس بقى عم خلاص بقى خلاص لا لا فانا لسه بنشكر فيه والله فهو يعني هل ده اصلا حاجة كويسة ولا بقى عندي مينيو سابت هو ده اللي بلعب بليه معوض شكو شكو بقى قاعدة اطلع لي بفكرة خطفة جديدة تكسر مش عال حلو السؤال ده قبل ما نخش وده اصلا بقى عشان بقى فيه سوشيال ميديا لا لا حلو قوي السؤال ده بس قبل ما نخش في شق قايزو حلو قوي السؤال ده اللي احنا عملنا في عشو جبنة كان صحة بس كان كتير يعني احنا من الاخطاء اللي غلطناها كان صحة بس كان كتير اه يعني صحة نظريا بس لقيت وستو ماتش مش تو ماتش كهلك شغل إلا هو احنا دايما في تنوع في المينيو يعني انا مثلا لما برجع بالزمن وافتح مينيو عيشو جبنة جماعة ده مينيو كبير جدا اي نعم الحمد لله الحاجة كلها اللي كان بتنزل كانت احنا كنا راضيين عنها وعارفين انها حاجة كويسة بس فيها الشيء من انا بسوح اللي بيقيرهم مينيو يعني عشرة بيرجرز عشرة فرايت شيكن خمسة ساكشنز مختلفين كل واحد فيهم خمسة ايتمز يعني خمسة وعشرين ولسه فيه دهر الصق ولسه فيه سالدز ولسه فيه ولسه فيه وابتايزرز حاجات كانت حلوة بس كان مينيو ضخم جدا تمام فنظريا صح عمليا كان كتير ولكن مش لكل البرندات يعني هجيلك في مثال خيك فاكره بس انت عشان بس نافي حيطة ايو وشاكبنا دي لو انت مكنتش هتعمل ده كنت هتوفر موجودة وتطق في حيطة دي كنت هتصرفه فين لأ انا كعدنياني لأ انت كبراند يعني انت كبراند بدل من نوع بقى ارن دي كل شوية واطلع بفكرة الطبقة الجديدة وبتاع انت دي قلت too much تمام مش شرط كهلك بس بس الطاقة دي او الفكرة ده كان يتوجه فين اكتر مثلا براند جديد خادس بقى ما احنا كنا شغالين على براندات تانية بالتوازي كنا ممكن اديها طاقة اكتر مش كنا ممكن يعني كنا بالتوازي شغالين على احنا ابو سمره زي ما قولك في براندز كتير معانا في الصندوق جاهزة وخلصانة بس ما ظهرتش للنور بسبب الحمد لله انت عم برضه دخلت في منيوهاتها رشقت في كله الحمد لله ماشي رشقت يعني كله كان او مش كل البراندات بتاعت المطاعم ينفع معاها التغيير التطوير العطول يعني بي اورجي اور عاجبيني في الحتة دي من يوم ما فتحوا هم سندوت شين برجر وسندوت شين فراخ المانيو دلوقتي ده من يوم ما فتحوا اه ماشي اه من 4-5 عم بشاندي يا عم لا بس عم بشاندي برضه انا بتاع فول بتاع الشعب بس هو السيجنشير بتاع الفول انا فاهمش بس كده هو بتنجان بوتاطس هو ايه الله نعلم اش لقى مصلا ايه بقى فيه النهارده بقى بتنجان بالحلاوة اه ايه عمي فيه من جد وبنطور بقى انا القرى النينو دلوقتي اكيدا هيبقى ثابت بالزبط في حاجة بتبقى ثابت انا عندي ثوابت وكل فترة كده ايه هم منزلك الايتم ده يعني ده هارجع للايجزامبل بتاع بي ار جي ار جي ار هو عمل حاجة عندي سندوت شين من هنا نشم من هنا واتنين ديزيرت واتنين فرايز وسلام يوم يعني تيجي ببص على مانيو بي ار جي ار النهارده بعد خمس سنين تلاقي زود ايتمين كمان على انا بقوله لك ده انت عايفت وانت الحالي بتتكلم افتكرت ايه يجعت لا 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 اللي بيحصل في البرندات اللي حالينا احنا كنونهم قطينا دلوقتي فكرة انه اللي كان كل كام شهر روموشن ال ايتم يطلع حاجة كده فيه سندوتش فراخ بصوص البربكيو مش عارف ايه عسل وفي كل البردات اللي هي ظهر تاك 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 يقعد شهر كده شهرين يقفل بس مين فيهم يطلع تانت في اتنين فلاتوا في مكدون انت عارف ان البيك تيستي كان بروموشن ال ايتم اصلا او دي برضو دي فكرة حلوة انا اتكلم عليها ما هو دي لعبة ان هو بيشوف هيسمع ازاي ان هو بيطلع حاجة جديدة يطلقها للناس الناس هتتقبلها ازاي شوف مبيعتها يسبتها في المينيو ولا يليشها كان البيك تيستي وال اصلا اعطعين بس ده علمي البيك تيستي والجراند شيكن بريمير والجراند شيكن سبايسي كانوا سندوتشين في راخ نزلوا يلا باشا ايه ده انا فاكر مرة كنت في دهب روح تشعر كان حلو الصراحة كان بقى فاهم بس مثلا ييجي ينزل واجز ماشي سوس بوتر ميل كرانش هيسيبه بس مش هيتكلم عنه هو لعب على فكرة ان هو دايما بيعمل حاجات جديدة فدايما يعني يعني يرجع تاني ينزل الانتباه الزبط كده وفي نفس الوقت لو الايتم نجح يحطه بقى ما نجحش يرجع يرجع ماشي ففي برندات ينفع معاك كلام ده ماشي وبرندات الابداع فيها ممكن يوصل لقلش ماشي في الحقيقة معاك في خط رفايع ما بين الابداع ماشي وبين الهلك انت عندك مثال قوله بس من غير اسامي عادي عنطر مسلا حضر موت عنطر ماشي خلاص انا يا باشا بتاع ايه بتاع ماندي ماندي ومشاوي واكل بلدي وبتاع بدوي اه بدوي وعربوي بقى مصري طواجن مشاوي يوم هبدع هنزل مبكبكة مم بس مش هنزل كفتة محشية جبنة انت كده مش عنطر بقى انت بس انت كده خرجت برا اللي انت مصنر في نفسك فيه في حين ان اللي محشية جبنة دي اوف على فكرة ولو عملها الناس هتروح هتطلوبها بس انت يعني على رأي بوزيشنينج ومش عارف ايه الله ينعر عليك يعني انا كزا حد بييجي انصحنا في كايزو كده عين وعلى فكرة دي مطلوبة اعمل حاوش بالجبنة لا مش دي بقى ما هي بقى هنا الفرق ما بين احترم مكاني في السوق ولا اروح ناحية مثلا انتو عملتو مثلا اه مثلا ما جربتوش لسه السوس السبيسي بتاع الشاورمة ما جربتوش بس دي اتخذ بقى اجيب غيره والله الله زي بس دي بقى دي ناس تغربتها انه انت عملتو حاجة سوسي يعني اقال لي انا بيزيك انا مش عارف ايه طب ده اصلا ما كانتش في البيزيك طب ده طحينا ايو ايو طحينا بشوية لعب مش فاهم قصدي ده اه اه انا مش ضد الفكرة اه بس هو كان دايما بصول وده احنا في البيزيك اه انت ايه حواوش بيجبنا هو حواوش اه طب اقولك احفضحولك اه اه ابو صامرة اه اه ابو صامرة والله اصلا اه ربنا بيوفق ان يعني ابو صامرة امبولسف ما تيجي نعمل كزي ابو صامرة بيتحمس قوي ابو صامرة اه لا تعالى نجرب حواوشي جبنة ابو صامرة بالله عليك ماشي ده كده ايه هو ده كده ليه شخصيته ليه اللي بيحبوه ليه اللي ملهمش فيه بس سرحة بقى حط جبنة واقلب بقى ايه وهاليبينو بقى حط تركي لا مش حواوشي مصري اصيل بس احنا حطناه على الفحم طب ايه فكرة الوسوس السبايسي اه فكرة انا قلت لك شاركتك بردو بصراحة لا شاف علي ما انا هجيلك بقى شاف علي شاف علي شاف علي بارتنر معنا وبردو هرجع واقول شاف علي انا قلت للككلام ده قبل ما نصور شاف علي اه هو عنده مطعمه مطعم لبناني اسمه الضيعة في الزمالك وفي المعادي فهو رجل شاف خريج جمعة برا يعني تيجيل في حياته جد اه مش اجزا يعني مع احترامي للإجزاكتف شفسه اي لفل من الشفات شاف علي حتى لما بعض مع اي حد زي ما انت قعدت مع ناس وكذا حد قال لك عدني انا بعض مع ناس شاف علي لا شاف علي في حتة تانية ما شاء الله علي احنا كنا عايزين لان كذا حد فعلا كان بييجي يطلب مننا يا جماعة عايزين حاجة انا بحب انا عايز لان خلي بالك برضو احنا بدقين في التجمع ولما احنا كنا تقريبا اول ناس نبدأ نبيع شاورمة مصري مش سوري اه اه غير البراندات المعروفة غير البراندات جوا تجمع جوا تجمع اصلا كان اه اه بالزبط جوا تجمع فكل اللي جاي لنا هو قردي متعود على سندوتش الشاورمة السوري ابوتومية سبايسي او تحينا سبايسي اللي انتشرت مؤخرا اللي انتشرت من المطاعم السوري فعايز زياها مصري فعايز انا انا رجل والتيست بدأ يتغير الزوء بدأ يتغير بالزبط بقى في تطور وبرضو ناس كنتروح مسلا تاخد فراخ مقلية من اي براند عايز فراخ سبايسي بالزبط كتا انا مش عارف عايز بالزبط كتا بالزبط كتا لازم يبقى عندك الابشن هتواكب الموضوع بس بطريقتي بشخصيتي مش بس هحط شطة على طحينة يعني شاف علي بصراحة عامل راسيبي بوم لأ يعني اطلبها لحمة احنا سمناها ساندويتش ببيج علي اصلا بس ده يعني سيكرت مانيو مش هتينه في المانيو ببيج علي هو لحمة سادة مش لحمة ميكس لحمة سادة عليها سبيسي سوس يعني ايه مش لحمة ميكس انت اللحمة ممكن تاكلها بطريقتين لحمة ميكس اللي هو مخلطة بالخضرة بالطماطم لأ نعايز لحمة بس من عالسيخ في الساندويتش حط باشا الطحين الاسبايسي والديهارة خير صحيح حيال الودي وعملنا نفس الكلام في الحواوشي بس ما حطناهش بقى هاليبينو باشا فلفل بلدي حامي انت ورزقك بقى يجيلك سبيسي نص نص عايز تلوبه سبيسي تلوب مش مكتوب يعني كل ده مش مكتوب في المانيو ده سيكرت كله كله يا باشا عايز سبيسي باشا عايز فلفل بلدي حامي الحواوشي اوفو ما عارفش حور ده خالص وانتو مش معايين عنه ده وقتو الخطيبتي وخلاص كده رايح جاي هاوشي سبيسي هاوشي سبيسي ومش جاي النوافل في البلدي فلو تجي نص ونص انا بيتي اتخرب اه اوكي فهم مش حلو ده سيكرت مانيو يعني مش يعني احنا ما بنحبش برضو ايه يعني اسأهو حواوش يا جماعة اه اعرف ضمنهم من السوشيال ميديا انه ممكن تطلبه سبيسي اعرف ان اللحمة ممكن تطلبها بس مش اكتب في المانيو اللحمة سادة اللحمة ميكس اللحمة سبيسي ده الكلام ده على على الابليكيشنز بتاعت الديليفري هتلاقي الكلام ده موجود بس انا لسه جايب واحد اللحمة سبيسي قلت له انا عايز فلفل حامي ريولي ماشي نار هل فهم اه نرجع بقى لجزء الارن دي بتاع كايزو احنا احنا اه بسهل احنا اتكلمنا في حتة برضو مهمة اه اه احنا كنا بنقول ان انت دي كانت تجربة نطجة اكتر مفهم ماني ومسلم لك تعال يا بشا ايه يلا نط مع بعض ايه هنعمل ايه في موضوع الشاورمد هنعمل ايه بقى خلي بالك دي كانت دخلة اه يعني احنا في عالم المطاعم كل اكزاكيتف شاف يعني احنا الممنيجي نطلب مثلا انا عايز شاف انترناشنال مم اللي هو جاي من انترناشنال كوزين اللي هو في حتة ايه كريف مو بيسترو اللي هو بتاع اطباق دولية يعمل لك طبق باستا يعمل لك اه بتاع طبق بيف ستراجانوف يعمل لك بيف فلق ايا كان مم خلاص وفيه شفات تانين دي بتاعتي انا انا بتاع شاورمة او انا بتاع مشويات انتو كبتو شو بتاع شاورمة احنا اكتهدنا لان شاف علي برضو برجع واقولك هو بدأ معكم الاول شاف علي كان يعني شاف علي ما كانش موجود معنا في عشو جبنا في الاول كايزو كان شاف علي هو كان معنا في الطلعة دي وشاف علي في حتة بقى كل ما هو لبناني اردني سوري يعني الحتة دي طب انت لمن روحت برضو عشان ادخل برضو في حتة المينيو بتاع كايزو وكده انتو لو انت بتنطط بقى من عشو جبنا لكايزو وقتا برضو عشو جبنا كان شغال بعد كده فظلت مكمل مزبوط اكيد كان طورتك اكبر سيكا في كايزو اعتقد شوية اعتقد تمام ماشي ااا وده بقى مباردو انا اقصد برضو حتة الحبيكة الشغل دي مجنناني مجنناني ايه ايه جد حتة الشغل دي تمام فانت باشا انا بعيش وجبنا ووحت كايزو اكيد حتة اكبر كمان سيكا فعندي اتنين وفي الشغل ايه عم الحاجة ما تسيبه اعرف اعرف الجملة كليشي بتاعت هو اللي مش عايز يسيبني يعني والله العظيم بس يعني بص هي انا 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 هتم واحد وثلاتين كمان كم يوم ماشا الله انا مقتنع انه من والله ما كلام ايه تشقر عشان بس بتجروش ان انا بودكاست بقى اه اه من خمسة وعشر يعني من يوم ما تتخرج لغاية الاربعين انت انت بتتقتل 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 ابوي عنده كلمة مشهورة بيقول لي طول ما فيه شغل اشتغل هنا اشتغل هناك اشتغل فوق اشتغل تحت اشتغل هدم اشتغل فاهم فانا حتى الان اي نعم باجي على حياة الشخصية وباجي على نومي وباجي على صحتي وحيانا باجي على وقت مع اهلي وحيانا باجي على الانتخل الجميلة اللازم طب فكرت لا لسه ما فكرتش اصلا لسه هي جاية طبعا امتى وفين وازاي هاتبان بس انا انا عجب ان نموذج برضو ان هو نموذج اعتقد دلوقتي بقى نموذج شزة اصلا ان هو كله لازم يسيب الشغل سيب مش عارف ايه نطف السفينة التانية ما تخييش حاجة شفت كتفك ما هو ده عشي كده بقول يا جماعة ده مش بودكاستي ايه فهو انت يعني فكرة ان انت لا يا باشا عادي انا ممكن بقى في وظيفة عادي جدا والحمد لله بمراستق نفسي في الموضوع بشكل ما هو باخر وبعرف اعمل حاجات تانية مش شرط انط مش شرط اعمل وممكن اعمل وظيفة بس وخلاص انا مرضو مبسوط يا عام انا مبسوط بروح الوظيفة اعمل كده 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 وقعد مبسوط جدا زي الفل ليه لازم تحيسي انا مأثر ان انا مبسعاش في الحتة الفوانية ليه انا عكس الغير اللي هو اي حد في وظيفة ده يا موظف يا موظف يعني في ناس في ناس بصورة كده لا لا وتلاقي كل الاتجاه كده اصلا كله عايز يعمل كده فجناعة لا هو ده مش يزمي كل الناس ايوان انا ده تمام ده موجود ده موجود ده مناسب لاشخاص ومستريحين فيه وده مناسب لاشخاص ومستريحين فيه بس هي في الاخر انت بتختار ايه في حياتك فيه ناس انا يا باشا على فكرة منهم ابو سمر او اي حد من بتوع الكور بيزنس انا باشا انا بتاع شغل حتى السومالة ممكن افوت مناسبة مهمة ممكن افوت حاجة بتاع ممكن مرايحش ممكن منامش بس انا خلاص انا ده وفيه ناس تانية لا انا شخص بقدر حياتي الشخصية وبقدر انا من مناصرين فكرة نزام بموت نفسي شغل اموت نفسي العالم انا بحب اللعب جد بتلعب يعني بتلعب بتلعب بحب سافر سافر كتير بحب سافر وحب بروح الجيم اه مش فورمة ولا حاجة بس الجيم انا عارفك انا مسلا عمليك فورة مسلا بيلي فترة طويلة يعني اه على البرسنل صح اه على البرسنل وبهو عبطيب يصورس في الجيم وزي ما هو ما هو نباكل يا معلم هو انا اصلا في الجيم عشان افضل زي ما انا ولا عناف ولا دهود انا موافق والله يعني هو انا موافق والله هو بروح الجيم فورة جيم بس هو عادني زي ما هو كده انا كده مردي انا جمع سبحان الله ولا يطلق ولا يكمنكلب ولا كده اه ما هو ده المطلوب احنا ناكل 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 نتمرد وتلاقي في نص التمرينة نفسي في حاجه الله العظيم بتضرب يعني في عز ما انا بشرف التمرينة ببقى خلاص بقى يعني فاهم عايز يغزم عمر حالا وعفكرة اللي ما يشوفكش يعني مثلا شوف بسا السوريس كي هتوقع شوف بسا عادي ده طول بعرض من كوتا واشوف في الجيم يعني هو عادي راجل شكله تمام مظبوط حلو جدا وبياكل وقفنا فين انا بانسعر فكرة عندي لا لا حلو احنا كده احنا كده وصلنا بقى عشان كل ما وصلناها مرتين فكرة كايزو التجربة النطقة شوية في الموضوع احنا عايزين نشوف بقى يعني فكرة بقى انتقول شوف عاي دخل وانت بقى دخلت عشان نشوفه وتعمله بتاع اللحمة دي عامل ازاي ومش عارف ايه اه ال شوارمة الحمد لله اعتقد الاركن سهل يعني ان انت تعرف تحصر الناس اللي عميت الشوارمة مش كي تسعب ام امره ام امره ام امره ام امره خلاص خلص تمام مش كايبه كان في التطوير طورتوا ايه بقى يعني ما انت طورتوا مبدئيا غير نوع اللح هنخلص من شان ابو سامرة بيصوح في حدي كتير ايه اللحمة اللي مش عارف بتاعتنا بتاعتنا يا عامة خلاص عارفنا ان ان انت اللحمة بتخسر شوي تطوير كان فين اه كان عندنا هم بصراحة التلت اصنف على قد ما هم شوير المراح شوير المفراخ حاوشي على قد ما هم كلهم كانوا اكتر من بعض انا بحب جدا التس بتاع ابو حيدر حلو ايه اوي حلو بتستطعم ايه في ابو حيدر طبعا غير النوستالجي لا و لا و غير ان هو اخلي كتير خلي كتير ماشي لا و انا بحب يعني ميكسر خلي وانا خلي وانا اعده الصراحة بالنسبالي بيرفيكتو ومعرفش مين اللزقهم فبق يعني مين الرجل الرايق الرهيب معرفش مين دورة الموضوع ده بس اللي عمل الحتة دي مع حتة الطماطم دخلة في النص كده دخلة مع شوي بقدون زبطة لقمة مرعبة اه انا بحب اوي التست ده اوي احنا اما جينا نعمل هاخد لك السهل بأكاس صعب الفراخ ده السهل امرها يعني طبعا مش سهل بس شاف علي السهل بالنسبة لللحمة اه بالنسبة لللحمة طبعا شاف علي براسبي الشيور ما فراخ عملها كده وحلو جدا بحلو وتمام بس كان التحدي اللي عندنا في الفراخ ايه وانا ازاي هابيع شاور مفراخ مصري احنا وقفنا كده تصد فيها مفكرتش فيها طب ايه بقى طحينة خلي بالك ده تشالنج من زمان من مثلا اصلا تروح جاد مسلا تطلب شاور مفراخ كان بيقى فيه ايه لانا حد يحط لك مايونيز حد يحط لك تمية فعلا زي ما انت بتقول حد يعتبارها زي زي اللحمة باشا هخلطها بطحينة والخضرة وبتاعم اعتقد يعني بغض نظر عن عن البراند بتاع كايزو اكتر حاجة مايونيز يعني مش طحينة اه من اين بقى شاور مصري والصاص بتاعها مايونيز ده ده وحنا بنفكر ساعتها انا مش بقلل من هو افر اللي بيان كده فاحنا كنا انت حاسس ان المايونيز هو مش مصري بص هو او مش عربي مايونيز سوس ام اه بس مش من عمره ما هيديك مش زي تحينة عمره ما هيديك التيست اللي هو انا باكل حاجة شريعي قاهري مصري بص احنا بول ما كان في حاجة التفاصيل يعني ده بقى الفكرة انت بتكلم في البحث والتطوير لا بنتكلم إلا هيركب على ايه عشان يصبط على ايه مخ وبق وبطن ولسان وكل حاجة فانا بالصدفة ساعة ما كنا بنفكر هنحط ايه على الشوارما الفراخ في كايزو انا قد تواقف عن بار او يعني الستيشن بتاع الصوصات اللي في عишو جبد خلاص وكان معانا تمية وكان معانا الخضرة في كايزو فيها سنة نعناع كده خفيفة مش طاغية كان فيه ورق نعناع فأنا عامل النفسي من وانا عائل صغير بحبها مثلا عاملين بورجر النهاردة أنا حاول أعمل ماكرويلسوس في بيتنا هحاول أعمل فاهم من زمانية فأمت كيبس اندوتش حاطت شوية تمية وخياراية واحدة مخليلة أو اتنين وورقة نعناع صحيحة بتضربها بس كده سنة بيدك عشان تطلع الريحة بتاعتها والطعم التاحل وكان عندنا سوس مش عايزة أقول سلطا سلطاية كده صغيرة اللي هي البيكو دي جاي بيكو دي جاي دي سلطا مكسيكي طماطم على بصل على كسبرة خضرة على خل على لمون مش عارف إيه على الكلام ده كله تلما تيجي تفكر فيها هي مش بعيدة عن السلطة الخضرة بتاعتنا باختلاف الخيار يا انت رو دي حطت علي خيار بقت سلطة براتي مش في خط معلقة قلت هتديني كرنش البصل على طعم الطماطم على الخل على الكسبرة على لمونة مش فيه حطيت ونزلنا بشوية الشورمة من عالسيخ وبقت ومياه كمان صغير أطمة فورجت أبو صمرا إيه النزام أمر شفعالي إيه النزام أمرين عدني إيه النزام أنا اللي عملها يا جماعة ما تسألوا ليش فاهم اعتمد على كده ديش يعني هي طب ثانية طلعة كده إيه روحانية مع ها إيه اللي حوالينا طب إيه النزام طب كذا 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 طب ليه طب مش أنت ممكن تقولي التومية دي شامي أكتر بص التومية شامي ولا أنت فرض تقول تقول شامي ولا غربي لا بص بص تفاضل لا التومية طبعا التومية التومية الشامي طبعا بالأكتر لا أنا قصدي بتفاضل ما بين التومية والمايونيز طبعا يعني أنا أخد حتة شامي أه طبعا ولا أخد حتة غربي انا عايز اعمل حاجة مصري بس انا ما لقيتش مصري في الفراخ يعني احنا اما جينا نعمل الشاورمة اللحمة كانت راسبي نفسها و ايه مع ايه و ايه مع ايه بس احنا عارفين اولها من اخيرها فيه قالوا يعني ايه شاورمة مصري شاورمة لحمة مصري بس ما قالوش يعني ايه شاورمة فراخ مصري انها موجودة او قالوها بطريقتهم بس ما قالتش زي الشاورمة اللحمة او اي ان كان فقلت لأ تعال نديها تمية ولقطة الصلطة دي اللي هي أصلا قريبة من الصلطة البلدي هي اللي هتدي الطابع المصري اللي في نفس الوقت لأنه خلي بالك الطحين الطحينة مع الفراخ يعني أنت لما بتيجيب فراخ ما شوية أنا شخصيا مثلا بجيب فراخ ما شوية من أحد بجيب معها تمية الفراخ بتحب التوم الفراخ بتحب على رأيشها فعلي الفراخ بتحب تلت حاجات لمون زعتر هتدي فراخ طحينة الطحينة قوية طحينة عنيفة والفراخ أصلا كدجاجة لأ محتاجة مجهود عشان يبقى ليها قطعة مقاوية حتى لو هي متبلة وبيتة في المارينيد والكلام ده كله فلا التومية كتأصبط ليها مع سنة النعناع مع الصلطة مع المشعارف فيه فدتني كل اللي أنا عايزه فدتني النعناع اللي هو اللي هو مش بعيد اللي هو إحنا بنفتكره من اللحمة وديتني التومية والكريمنس والطراوة من سوس التومية نفسه والصلاة تديتني الطبع أفجأك؟ أفجأني بتحبي الفراخ أكتر من اللحم معرف يعني أنا تدبيلة الفراخ بيعجبني أكتر من تدبيلة اللحمة بيعجب والله فعلا يعني بتعجبني يعني بقى بقى كل كده بقى مبسوط مبسوط بيها قوي معرفش ليه بقى عدي على اللحمة السادة ما أنا هقولك على حاجة إحنا أما فتحنا قيزه في الأول الناس كانت تقول لنا برافو عليكم مثلا أنتوا قريبين قوي من أبو حيدر بس هو في الحقيقة أنا لما جينا نشتغل على اللحمة في كايزو أبو حيدر عارف مقارنة ما بين بابيه وكريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو كل الحب والتقدير لكريستيانو بس أنا بابيه مش أنا أجمد أنا جيل آخر طلع تانية لا ولا جديد أنا أنا شكرا جماعة قيمونا على إننا إحنا شكرا إن إحنا نقارن أصلا نتحط مع لجند زي أبو حيدر اللي بقى له مش عارف خمسين ستين سنة في الموركت بس قرنونا على إننا إحنا ماشي أبو حيدر أنت وأنا وأي مصر الجديداوي أو مدينة نصراوي عايز الخل والنعناع والدهن ماشي ادي تجربة بقى تانية في مينيو تاني في مكان تاني كنت إنت برضو عملته كدوشة سوري رؤى إيه رؤى ده؟ رؤى ده كان ومازال كنا فتحينه سحور في رمضان هلو وطبعا يعني كان أول سيزن ليه في الكورونا تاني سيزن ليه كان تتبعات الكورونا تالت سيزن كان قايزه اللي هو أصلا مش قادرين نفتح حاجة تانية حلو فتحك ده مع أنت كده فل وطعمية وفضطس وجيب يعني الله ينعر عليه حاجات مصري بقى الله ينعر عليه جاد يعني وقربياته إحنا كنا بنقرب للايه للشياكة أكتر يعني بحاول أقرب طبالي طبالي زوبة الشباب اللي هو إيه بحاول تجربة الفول والطعمية شوي تتطور تطور ده بقى عاشته فيه إزاي ده إنت عاشت فيه إزاي حوالي كنت أنا وشاف علي بقى شاف علي يعني معاكم معاكم رفيق الدربة عملت إيه بقى كنت أنا وشاف علي الفول اشتغلنا عليه جبنا رسيبيس فول مختلفة تعال نجرب فول من هنا كنا بنحاول ندمج بما إن شاف علي من خلفية شامية وأنا رجل كلنا مصريين فكنا بنحاول ندمج إنه ده مكان يدمج ما بين الشامي يعني يبقى عندك فول بالحمص وعندك في نفس الوقت فول بالصالصة وطعمية سيبقى الوقت طعمية دي في الآخر خالص خلاص عملنا جبنا مرة كنت في سفرية في نويبع وكان في كامب كده لزوز حبيبي قوي دايرة كامب فعالفطار مرة كانوا عاملين لي جبنة فتة عادية بالشبت يعني عادة أنت في أي حتة هتاكل إما جبنة بالطماطم إما جبنة عاملينها بالشبت وأنا الشبت طول عمره بالنسبة لي طب بحبه كل حاجة بس إيه ده لقيته لايقاوي مع الجبن دي تاني يوم عالفطار غيره لما عاملين جبنة بالرمان طب ما جمعنا قسف والرمان والجبنة حدقة ولا جبنة فتة اللي هي الكريمي اللذيذة اللي هي في أي سوبر ماركت طب ما جمعنا قسف أنا هاخد الرسب دي وتراجع على على رؤة داخل المطبخ طلع الجبنة عملتها شبت ورمان مع بعض ميكس مسكر مع مزز مع عشاب مع جبنة وعمش عارف ايه امر لعبنا كتير في رؤة وفول ومش عارف ايه تيجي بقى عند الطعمية هنا اجيلك للنقطة بتاعت ان دايما في أي مجال وفي مجالات معينة كده بالذات هات المعلم بتاعها المعلم بتاعها اه انا مين معلم الطعمية لا سيبك من من البراند ايه هات معلم المعلمية الطعمية انا بالنسبالي في الطعمية بصراحة الله يرحمه يعني اضواء العالم بما انك مصر الجديد ايو اضواء العالم للأسف او يعني بقى يعني هاتطرت سافر اسكندريا هتروح البغدادي مروحتش ربك يا البغدادي لا لازم لو انت كيف طعمية يعني او بالنسبالهم اسمها فلافل لازم نتعدي على البغدادي يعني ارتاس كده في عشر راس طعمية عالكل محاف ده انت عملتوا طعمية فول ولا حمص ميكس ميكس مش مصري حتى في الطعمية عملتوا ميكس عملنا ميكس ما بين فول ما تشوش وحمص والناس ما حسدتش بحاجة يعني مش عايق انا ما بحبش اتكلم عن الحاجات اللي انا اشتغلت فيها بس مرة في الصحور شيف حسن ربنا يا مسيب الخير قلت له توسع لها في الطعمية طلعلي قرص طعمية اماطي تمنعها صغنونة صوابع مش صغنونة صوابع انا يعني عادي ممكن تطلع قراس عادي ممكن تطلع قدموها ازاي كتقراس عادي زي مان اول عايز تطلبها اماطي يطلبها اماطي يعني اعرف تحكم اه جينا بقى انا العبدالله ما جي في الطعمية عاجين الطعمية سهل اجهزة خلال محلص اقف قدام الزيت كده شادي بعد ما عاجنته بعد ما ماته عاجنته غلاص وعملت الميكس وكل ده الكلام ده لسه في الورن دين من كناس لسه فتحنا اجي اعمل القرص عمر في الميكس في الميكس اه اه اللي هو الحمص والفول الماتشوش مشكلة مش في الميكس خلي بالاخر مستعر اعمل القرص خلاص تيك 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 قرميها في الزيت اطلعها يا امه محروق او طريه من جوه يا امه مستوية من جوه ناية من بره درجة حرط الزيت اعلي والله واطي في توصل لدرجة معينة تثبت مين بقى الدرجة دي حضاء مين لي يقول لي بقى الدرجة دي يقول لي حضرتك بقى ايه الدرجة انا فيه يوم وقفنا في المطبخ لوحدي يعني كان كله خليبا قاعدين برا في عشر وجبنا وانا قاعد جواه في المطبخ ومسك الساعة طيب انا هجرب ان كمان دي اه انت ما عندكش عندكش اهل يعني انا امي بتعرف تعمل طعمية بس اللي هو بتجيب العجينة جاهزة وبيتي يعني يعني ماشي يعني بغطس مسلا مية وتمانين في الغالب مطاطس مية وتمانين صح مطلع وحدة ده غالبا اه جفرتك يعني بتبقى مية وتمانين مية خمسة وتمانين على حسب بقى عايز تطلعها على حسب تخانتها وعلى حسب مش عارف ايه بس في الاخر مطاطسة طلع مطاطسة دقها خلصت فاهم طعمية عجينة متقليها وليها مسكة مهاندة اه وممكن مسلا تاكل الله من برا ما مش تيجي تيجي للقلب بتاعها جوه ناي هل لو انت كنتش جيبت شيف تطمية كان جاء خلص الموضوع ده اللي حصل جيبتو حد نازم يبقى حد عنده في حاجات معينة التسوية الصح ثوابت باشا انا معلم شوي هاتلي شوية واشويلكو احلى شوي بس جبيع ماشي جيبتو حد يا من الحوار ده اه ادك التكة باشا الراجل دخل طلع على القراس على طول في الساعتها اه شف حسن والغاية دلوقتي معنا جايبت دخل انا انا يعني اللي هو عارف في حاجات كده هي الهية بقى خلص باشا دي بتاعته عمر احترفها عمر يوتيوبر تنين ما تجيش تقول انا اليوتيوبر لا باشا انت مش اليوتيوبر يعني فاهم في حاجات كده خلاص ربنا كتاب لي دي معرفة سنين بقى خبرات سنين باشا دي بتاعته شف حسن تفضل خش في ساق في بتاقي كده سلام شكرا من غير ترمون متر ما غير حاجة ولا جلوة ولا ساعة ولا باص ساعة على حرارة الزيت هو زي زي يعني مش زي زي يعني اي حد بتاع طعمية باشا من غير ما يبص هو عارف عارف بيعلي النار امتى عارف بيوطي النار امتى عارف بيرفع امتى راجل حرفيا بيحط ايده يعني من كتر ما هو متعود على الصنعة راجل بينضطف ايده في زيت القليق مش شاف حسن يعني بس اللي بس فده كان دي كان دي كان من تجارب الارن دي برضو اللي هو اوكي لأ تعلمت ان هناك علم وحرفة وحد عنوش اسمه ادي العشة لخباز انا يا باشا مهما حاولت طب انا هقول لك بقى على حاجة بس دي تجارب يعني شخصية ووصلت فيها كان ساعة الكورونا ووصلت فيها انه خلاص دي مش يعني محتاج بقى اعد استثمر وقت كبير جدا ان انا عارف اصبط البتاع دي البيتزا الايطالي النابوليتانا مالتها في البيت يعني لا مش هي بقى فرن وكده معين وتدخل تسعين سنة ويطلع اولا هي عايزة فرن درجة حرارته مرعبة اعلى من اي درجة حرارة فرن في بيتنا يا ام بقى تجيب ستون اللي هي فيه بلاطة كده معينة تخش تولع فيها في الفرن فالستون دي اصلا درجة حرارتها بتاعت تزيد مع نفسها بس ستيل ده انا وصلت المرحلة شاف مروان حمدي ربنا مسيبه الخير الدني العجينة يعني كنت فاكر انها مسألة عجينة جبت دقيق ونسب ومية والخميرة جبت خميرة خميرة مش الفورية انزلت الفرن جبت خميرة وعملت الميكس وخمرتها وسبتها ويوم ويومين وقال لك ايه تخمر على البارد وبعد ما تخمر على البارد تطلعها تخمر تاني في حرارة الغق علم وافرد العجينة واعمل واجيب جبنة موزاريلا مضيفة وبرميزان ورحان وتوميتوز دخلها الفرن وتطلع ما هزا اللازين ما هزا يعني انا كده انها وضا كراست تنين وضا كراست ما شاء الله يعني واخدين ريتنج عالميا يعني اه ما شاء الله عليه بص دي صنعة بتحتاج في مثلا اللي هو براكتس ميكس بيرفكت يعيش انت هتعطي تمرن لغاية ما توصل للشكل ده في الاخر لعبة في فرد العجينة لازم تحافظ على قوام معين للعجينة عشان ما تفقدش الاربوكتس بتاعتها بشكل ما او باخر درجة حرارة الفرن اقل بامتى جوة الفرن اقربها للنار اللي جوة الفرن امتى وعليها واشيلا بيتسايولو ده 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 لقب يعني زيه زي دكتور عندهم انا بيتسايولو يعني معلم ما تكلمش معايا فاهم بعرف اعمل بيزا صح انت عملتها انا وصلت يعني اكتر مستوى اللي هو كنت مزقطت في البيت 60-70% من اللي كان موجود اللي هو بجد بتنطط في البيت من كتر ما انا وابسطناها تاكلها فينا اصلا بقى يعني بحب تاكل البيتزا والدكراست قل له 100% مش 200% انا انا خلي بالك انا انا بحب النوع ده من البيتزا اوي غير مش اكترش كتير يحبوه اصلا اه وبقدره اوي وبحترمه اوي لان احنا للأسف كلنا ده وانت بتروح ايطاليا كتير وانو رحتها مرتين اه وربنا يعيدني واروحت لان هي منبعة منبعة ابن لازين واكل كتير منبعة وخلي بالك برضو فيها اه يعني عارف اما 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 سايح يروح ياكل في في فراحات الحسين اوكي هو حلو بس مش ده لانا مستنيه من ايطاليا مش ده لانا مستنيه من من اكل مصري مش مش كل السياح عارفين ان في حق جوجة و واسمه ايه و وحوش الربيع وحضر موتو عنطر هم عارفين ان في كزا السياحي البحث فيه في ايطاليا برضو السياحي جدا وفيه اللي هو انا مش مصدق اللي انا بكله وروحت له اه انا انا سفرت ايطاليا مرتين ما بين بعض تمن شهور او تمن شهور اه اول واحدة كتفرهمها بس دي كان يعني التمانين في المائة منها حاجات اشت تمام لذيذة حلوة بس مش اللي انا مستنين من ايطاليا حاجات وقعت عليها كانت خطيرة الصراحة خطيرة وروحت في لورنس يوم صد رد كلت حتة ستيك يعني من كتر ما انا مبسوط كلمت يا بويا على فيس تايم بشار كل قد ايه حتة الستيك دي فايتك يا بويا فاهم السفرية التانية بقى نزلت الجنوب تحت نزلت نابولي ونزلت سورانتو ومش عارف ايه ايه اكتر حاجة حدو وقلت هناك بص كان فيه يوم انا كنت مسافر السفرية تين كان الوحدي سولو ترافل كان فيه يوم لا تماما انا وشنطتي وما فيش صديق ما فيش جايد هناك يعني فيه في ايام في النص قابل ناسا يعني فيه صحابي في باريس واحد قريبي ابن عمي في باريس قابل حد هناك صدفة وانت مسافر لوحدك بردو انت بتبقى اوبن انك تتعرف تعرف على ناس وقعد في هسط الفاشر لا 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 ففيه يوم العقل اللي لعب لعبته علي انت ليه لوحدك انت باين عليك حزين يلا انت ليه مش زي قابلز اللي هناك دول فاهم فايه هي لعبة منتل كده شوية لازم ت يعني هي للأسف جزء من السفر لوحدك فاتفصلت شوية سن بعد كده وانا راجع كنت في كنت راح بزور كده جزيرة يعني وراجع فوانا راجع بقول لي نفسي بص معلم انت قدامك ثلاثة ربعة يام وترجع القاهرة وانت في ايطاليا ف يعني اه اه احترم الواقع اللي انت فيه وبسط باللي موجود و رجعت عمر كنت قاد في مدينة اسمها سورانتو ولس رجعت رميت الباكب ايا كان معاي شنطة صغيرة كده في المشور اللي انا كنت طبعها رميت الشنطة في البيت وغيرت قلت هنزل اتمشي كاشو في اي مطعم فانا قبل يعني حرول كده في السفر وانت مسافر اي مطعم تبص كده على جوجل الريفيوز النظام لو ما عدي الاربعة تبدأ يلا دعا ما نخش انجر فانا دخلت بسطة على المطعم لقيته طوابير وابص على الريفيوز لقيته فور بوينت سيفن وف اه وانت مكنتش عارفه ده جنب البيت مكنتش عارفه دخلت كلت حتة بيتزايا داوت كل جراح يعني يعني شايف اكن ايه انت مدداي خد البيتزايا يلا مش انت مددايه النهار احلى بيتزاكلتها مثلا هي هي وبتاعت نابلي احلى بيتزايتين كلتون في حياتي بتاعت نابلي اللي هو ده كان مطعم كان نفسه روحه من زمان اللي هو المشهور قوي في نابلي اللي حازم صوره اللي هو جوليا روبرت صحته كل نسبة تروح طبور طويل طبور بقالة ده بدوني رقم عارف رقم البقالة وفدلت واقف مستني مستني فهم دوري وبتاعة الناس واقفة طبير بس طبعا ده اللي هو ايه ده يعني مش كوميرش هو خطير 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 بس التاني ده اللي كان مداري اللي هو زي ود كراست كده اللي هو هتخش انت كانت حتت بيتزاية وللأسف انت هناك الابشنز عندك قليلة عشان الخنزير جبت واحدة كانت بكل حاجة انا بحبها موزاريلا وفي نوع اللي هي كريمة الموزاريلا موزاريلا وهي لسه في قوام طري بيطلع منها حاجة اسمها ستراتشاتال اللي هي كريمة الموزاريلا وباستو وبرمزان وريحان فراش وصوستاموط وكان نوع كده من نيابولتين بيتزا بتبقى التروف ادخن من اللي احنا يعني ادخن من بتاع بتبقى ادخن سنة كوناتو كانوتا يعني من النابوليتانا ايه وبتبقى فهم بتحس كيف فيها فيه هولد كبيرة كده جوه كبيرة مش صغيرة يعني مثلا تتودك رصد كده لا التانية تحسها كنام محشية دابل موزاريلا الله بس هي في الاخر هاوة انت بتيكتمسكها وهي طبعا سخن الطعمة وخطير تبقى شمسك خطير تبقى تكبستو على ستراتشاتل على انا مش من دا يا جماعة انا اسف داوت الجرح اقف مش انت من داق طبعا سفرت فين تاني انا باريس على طول مش مش برضو سفرتها مثلا مرة هنا لسه في جماعة رحت مع عمي كتت اول سفرية لها برة مصر و وسفرت السنة اللي فاتت والسنة دي تلات مرات اه ايه بتراجح حلو قلتها هناك باريس 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 حاجتين وهل دا بيفيدك في القرن دي اوف موت ماشي ايه بقى حاجتين ايه اه طبعا باريس مش محتاج اقولك عن الكروسون وال والبان شوكولات وال تروح تاكيد صدرك اوفر ريتد مش اوفر حل بص انا انا دفعت دم يعني يعني انت مثلا في اي مكان في باريس اجيب كروسونية بيورو بيورو نص اتنين يورو لا خمسة يورو خمسة يورو والكروسونية دي اللي هي لو انت شحات خشي دات كروسونية واطلع اه اه يعني انا رحت جبت كروسون وبان شوكولات وقلت بقى ايه جيب ترطاية مثلا ايه بقى الترطاية دي لقيت نفسي خارج دفع 20 يورو مثلا اه يعني اما قابلتوا صحابي فايس بيوروين انت 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 عبيت باش احنا بنفطر اليوم كله باتنين يورو هما كروسون وبان شوكولات شكرا انت بتقولي بس انا جايب تلات حاجات وبردو وانا انا من الناس اللي هو ايه انا ممكن ما ادفعش رقم مثلا في شميز روش ولا بس ادفع دم قلبي فقى عادي كده ماشي اولويات كانت رهيبة الترطاية اللي انت بتتكلم عليها دي كان اسمها فلان انا مش فاهم لغاية دلوقتي يعني انا مش فاهم انت بقك انت مش عارف هو في ايه هزل يعني كريمة كريمة هزل نوت على شوكولاتة على فانيليا على وش فانيليا تورشت عارف فانيليا كريمة الفانيليا لما دخلها في فرنة وطلعها فتبقى زي مش بشمال بس تورشت كده انه ويه مع الفلان نفسها فلان دي عبارة عن حتة بوف بيستري صغيرة عاملة تارت هي مش تارت فانا حتى ما انا مصور الريل انا مثلا انا اول مرة ما فهمش هو ازاي كل الحاجات دي فقط ما فصحارتك هبل خلاص وفيه مطعم تاني في باريس دي من حاجتين اللي عجبوك سدريك حاجة والتانية اللي هقولك عليها دلوقتي دي كانت من مطعم مطعم ده حد اكيل تقيل قوي اسمو حمد ممدوح ما عافش تعرفه ولقى موجود على فيسبوك بس هو ايه يعني عامل جروب كده على فيسبوك اسمه هو راجل من اللي لسه بيكتبه اللي هما لسه بيكتبه من قام يعني ما كانوش معانا جسون بس اللي هو اللي لسه بيكتبه ريفيوز بالكتابة ده هو بيسافر كتير ما عافش طبيعة شغلته ايه بيسافر كتير وبيجرب هتلاقيه مسور حاجات في امستردام وفي باريس وفي روما وفي نابولي لم تخدت منه المكان فبعتله فسألت له ايه نظام قال لي بص في مكان لو عرفت تتروحه يبقى تمام اسمه بينك ماما بينك ماما بينك ماما ما قالوش علاقة بينك بلانكت ماما اللي في جاردين ايدي فقلت ماشي فقبل ما سافر ببص اونلاين ايه نظام وقال لك لقده لازم حجز وببص على الواب سايت فولي بوكت ماشي فوانا بتمشى فيه بقى ايه فيه حاجات حلوة في الصفر كده بتلاقي ايه متيسرات كده يلا يعني ما كنت شعف تروحه اصلا انا كنت بتمشى يعني كنت حاطت اللوكيشن وقلت هروح اكسبلوري المنطقة لقيت مكان لقيت ما لقيتش تمام يعني ما كنتش رايح جعان اصلا فبتمشى في باريس المنطقة اللي هو فيها تحفة وعماراته ومعماره وكافيهاته وناس قاعدة ومزاج عالي والشمس طلعه وامر فلسوق حظي ببص في باريس في حاجة كده عندهم المطاعم بتفتح فترتين بالضهر وبالليل بياخدوا بريك في النص يعني بيفتحوا مثلا ايه بياخدوا قيلولة كده اه في بريك مثلا من ثلاثة لخمسة اللي هم قفلين ايه خلاص فانا رحت ايه قبل البريك ده بنص ساعة كده فلقيت طابور صغير قلت هقف من الوحدي بتوقف انا ما عافش طابور ده بتاعيه خصوصا ان هو بالحجز سواء طابور بتوقف هرأيه فلقيت الراجل اللي ماسك السيفيشنز بيقول لي تعالى انت الوحدك بتلقه اه قال لي عايز تطلع قلت له اه قال لي تعالى تطلع مكان انستاجرامبل جدا حاجة بقى انتيرير خطير ومكان كله ازاز في الشمس ده خلاله من كل حتة وحاجة كده القاعدة نفسها مريحة جدا اه ومش فاين داينينج يعني انا كنت رايح بجينز والشنطة في ظهري وهودي يعني فاهم ومطعم ايتاليون بقى وكل ستيشنز مفتوحة اوبن قدامك يعني انت قاعد وشايف الباستا بتعمل قدامك البيتزا مش عارف فين كزا كزا جبت حت طبق باستا صدع بايه عارف اكيد عارف البولونيز بس بيسموها غالبا فيانواز او حاجة اللي هو زي البولونيز بس بدل ما اللحمة مفرومة اللحمة قطعة قطعة اه يعني اللي هو مسلا ايه وليكن من البوفتيك او من واتفر حتت كده مش كيوبز بس حتت لحمة معمولة في صوص البولونيز بقى اللي هو صلصة وطبعا خلي عنب وبتاع ومش عارف ايه وكله بقى وزعتر وبتاع طالع مسكرة لحمة بمش عارف ايه ببرمزان بتاع والمكارونة كات هوم ميت رهيبة صحارتك وديتني خلص وديتني وديتني يعني حلو جدا طب خلانا نقفل بحتة يعني مهمة فكرة انت اصلا بتعمل فود بلوجينج او فود ريفيوز اه للمطاعم فالحطة دي انا عندي فيها شقين مهمين جدا اه رقم واحد انت من بما انك من اوائل الناس او اللي كتبت في الاكل في مصر مثلا فيجيبشم فودز وبتاعه مش عارف ايه وبتاكل من زمان وانت مش عارف ايه وبتاع المواصفات دي واش تقولي ده حد فود بلوجر على الانستجرام او على فيسبوك عنده خمسة مليون فولور الحمد لله اني معنيش الحمد لله ده بينام يصحى بيروح المطاعم ويقعد يريفيوي ويقعنات للصبح وبتاع لو حد حكيلي اللي انا حكيلي شوية ده هتبقى مستني هاشوف ده ده انت مش عايزه ولا مجاتش معاك اللقطة دي كده قوي مركزتش في انت شايفه منظور تاني اصلا غير الناس كلها شايفة ايه اقولك ولا الشغل برضو مقصر لا 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 خالص خالص انا بدي انا دبقى على فكرة البلوك ده احنا لسه معانا وقته ولا مش قوي ده حنفل ساعة عشر بس انا لما بدأت البلوك ده بدأته الحاجة واحدة بس الناس اما تشوف محتوى اكل تستفيد ميش خلاص وكل الفوتبول كرزما ممكن يعمل اخر عشان يستفيد يستفيد ولكن مش قصدي ان انا مختلف وكرازما انا هصد معاك لا 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 مش صد اضم جدا انا يعني انت هتقول انا هرد الناس البلوجرز في من وجهة نظري نوعين نوعين خلاص والنوعين فالد جدا ويحترموا وشغلهم وتمام والدنيا في نوع اقرب لبلاتفورم اعلاني ميش فوت بلوجينج ميش هو هو وجهة اعلانية انا اه انا احنا روحنا النهار ده مطعم كذا 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 وعندوهم عرض كذا كذا والصانية دي فيها كذا كذا شكر انت جان عرفت خلاص تمام ودول وليهم ناسهم وجمدين ويحترموا ويترفع لهم القبعة وزي الفور وفي ناس زي العبد لله انا كان نفسي ونفسي لغاية دلوقتي وده اللي انا شغال عليه وده من 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 الموتيفيشنز اللي بتخلينا اتحرك في البلوج احيانا بتقلش احيانا مش بتنفع احيانا مش عارف ايه ان اني اساعد الناس بالكم علومة الصغيرة المتوضعة اللي عندي ان الناس يبقى عندها وعي اكتر هي بتاكل ايه والارجن بتاعه منين وايه الحلو منه وايه المتوسط منه وايه اللي مايتكلش منه ماشي خلاص انا عمري ما بدور على الفولو كاونت خلاص يعني انا عملت دست بوست على بوستات عندي من يوم من عشرين عشرين لحد النهاردة مرة لأسباب استراتيجية فقط ان انا البوست دا عايز اوريه الكلاينتال وما كانش كلابريشن كنت انا عايز اسبونسيره من عند انا مليش داع خلاص ف انا حابب الستايل اللي انا عامله دا والناس اللي عندي حباه والحمد لله بحاول عارف بالزبط زي ايه يعني من الناس اللي من الامثلة اللي ببنظر ليها في الشطارة شاف محمد صلاح شاف صلاح ما قبل شاف صلاح لو كنا هنتكلم انا وانت يعني ايه ميديم وميديم وال وميديم رار كنا هنقول اه دي الحمرة ودي الرز ودي المتا طب هل احنا كنا بنتقبل ما هو ميديم وميديم وال وميديم رار وايه الميديم وال وايه الميديم رار وايه التومهوك وايه هو عرف بالكورسات وبالبلوجينج وبالعلم وبالكلام دا كله ان هو يغير أو مش يغير على الأقل يعرف الناس المعلومة اللي عنده عايز تعملها برحتك مش عايز برحتك بل فأنت اختخدت هذا أنا نفسي إن أنا وعلى فكرة فيه ناس كتير بدأت تاخد منهم مثلا فيه بلوجر ما عافش بتشوفه ولا لا علي سماحة بلوجر صغير كده لسه في الأول دايما في فيديوهاته بيحط محتوى مش علمي بس اللي هو أنا رايح أجرب المسخن هو إيه المسخن ده نتكلم عن تعال نتكلم عن هستري المسخن واللازي منه والفلسطين طب ده مش هل ده مانا مش بتعمل إعلانات أنا بعمل إعلانات جدا ده أنا بموت في الإعلانات بس مفيش إعلان عملته إلا وانا عن يقين المكان ده كويس إن المكان ده أولا كويس سنيا هفيد بين الناس طب لو مكان حلو قوي قوي بس مش هيتفعلك فلوس أو ومش تعمل إعلان هتعمل له وارد كده وارد كده عملت بتعمل كده يعني طبعا أنا مش من مناصر لفكرة إن مطعم يكلمني وتعالى وكل ونزل والمطعم يستفيد الدنيا حلوة وأنا اللي أنزل أصور وأدجاست الكاميرا وأزبط لا تمام وسعب بعمل كده هبقى جنة الوحدة أجرب ما يش دعوه بيك مش هبقى فيه التزام بيني وبينك فاهم بس فيه مطعم كتير جدا أنا الغد يعني أنا دلوقتي مثلا أنا قدر أقولك خمسين في المائة من الكونتنت كولابريشنز مع مطعم وخمسين في المائة التاني أنا نزل أجرب للمكانة فولين بس اللي دايما بمسك فيه نفسي وبالتزم به أنا مش هعمل إعلان لحاجة أنا مش عن يقين إنها حلوة ومش هعمل إعلان لحاجة ما تديش ولو بعشرة جنيه value added لللي بيتفرق يعني لسه من يومين براند مشويات مشهور جدا من أقدم براندات المشويات في مصر بقعتوا لي كذا 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 وعايزين نعمل بكل أدب طالما جماعة تفوق راصي أنا ما فيش حاجة أقدمها يعني هل مثلا عندك item جديد منزله فأنت عايزني أعمله showcasing حاجة مختلفة ما عمل مثلا حمام كداب عمل منزل line جديد في المشاوية هتعمل في ليتو نعم انت وانت محتاجني في ايه فمش تعمل غرض الدعاية وخلص لا خلص أنا مش platform دعاية أنا platform مش عايز أقول يعني أنا ستايلي في الفيديوهات بيبقى هزار ودحكوا وفنفنة ومش عارف ايه بس في نفس الوقت حاول اعرف ان مثلا مش اي اعرف اه البيتزايا دي أصلها ايه اعرف الكذا كذا دي اساسها ايه اه دي حلوة بس لو كذا هيبقى أحلى طب هل انت شايف ان انت احسن طريقة عميلة 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 وانت قادت في العربية بص انا قاعدة العربية بحبها لسببين اول سبب ان انا بدأت بيها وعجبت الناس ايه ماشي تاني سبب باخد كل راحتي وانا بصور ماشي بس بحس ان ان الساعات التصويق الفيديو نقص له بيه رولز معينة مية في المية حتى وانت جوه العربية مية في المية يعني انت بتتكلم قدام الناس في جوه العربية بس اه بحس ان انت محتاج تاخد بيرول البيتزا الاطالي مية في المية اللي مش عامل اللي طالعا بالفرن ولا بتاع مية في المية وعشان كده مؤخرا لو بصيت عندي هتلاقي مثلا ايه فيديوهين عربية وفيديو جوه يعني فيديوهين عربية وفيديو وانا جوه المكان او فيديوهين عربية وفيديو وانا مسلا في مكان اه اوبن سبيس في في the drive مسلا ولا في في كيتشينكو في المعادي اللي هو ايه اما الس tire up يبقى مساعد انك تacco klis ان انا اعمل حاجة لسبب تاني برضو الحاجة لما بتبقى stageed بزيادة بتبقى دمها يعني انا بستأتقل دمها انا Para انا كانا اللي هو باين قوي ان متحضر لي ترابيزة وباين قوي ان المكان متفضيلي وباين قوي ان راح صار الصهر عشر الصبح وباين قوي ان كل المن ينزل طب ايه رأيك يعني عشان دي صراحة عندي فيها معضلة ان الحاجات اللي هي اعلان بس مش باين ان هي اعلان اعلان بس مش باين انها اعلان هل ده عادي من عندي ولا في المطلق من البلوجر يعني انت ممكن تشوف حد بلوجر بيعمل اعلان او بيعمل فيديو بس هو صعب بيعمل الفيديو مرة ده ممكن بقى مش اعلان تمام وبقى كده يعمل فيديو تاني لمكان تاني بس هو اعلان بس الاتنين بنفس الطريق هل ده عادي ولا انت شايف في نازل لا يبقى فيه فرق مثلا ولا هو كده كده في الاخر هو طوام بيقول رأيه وصريح وتمام فمش تفرق يا عمو اخذ فوص ما غشكش يعني فيه انت شوفها كده عايز وجهة نظر هنا او للاسف انا عدني يعني بما اني في اللعبة من زمان بعرف الاعلان ايه بس انت عشان انت انت عشان انا انا صح? وانا وانا برضه ابقى عارف انا ابقى عارف فهمك بس الناس الاوديينس اللي هو واحد عنده وتفرق عشرة الاف واحد بيتفرجوا عليه فعمل له فقول له مثلا فمو مش فارق معه بيعمل مرة يعمل كده ومرة يعمل كده بس انت بقيتش عارف ده اعلان ولا مش اعلان ده ما تفعله ولا مش ما تفعله حتى هنا مش ده هو صدق او مش صدق فهم انا افترض ان هو صدق مئة في المئة وعادي جدا بس انت بتشوف ايه بص بره مصر من اللي انا شفته الاعلان بيكتب علي قد مشي نسي تقول كده صراحة صحة هنا الموضوع حساس شوية في مصر انا شخصيا مش بدافع عن الكونتنت بتاعي بس انا مؤخرا اصلا طبعا الواحد بيتعلم مؤخرا بيقول للمطاعم انا هعمل الكلابريشن وكل حاجة انا هروح في الزيارة انت ملكش دعوة انا رايح امتى وجاي امتى وهطلب يوم مش هطلب يوم اوكي انا هطلب الحاجة الموضوع مدفوع مدفوع ليه مدفوع عشان فيه التزام بيني وبينك اني هنزل وهستسمر من وقتين اروح اجرب المطعم ده ماشي ماشي فاهم لا بس انا بتكلم في حتة ظهور الفيديو يعني ماشي انت ممكن عندك قواعد واخلاقات الية معينة لعمل عشان كيف اقول لك هي مش فيك صادق ولا مش صادق ايو ايو فاهم هو صادق جدا وتمام انا بتكلم على ظهور الفيديو هو انت ممكن تعمل مثلا فيديو ده مش اقلان اصلا للمكان لا في مصر مضاحة استسر انت شايف انه هو عادي انه عادي ممكن هادي من كده اما هو صادق وتمام بص احنا بطبيعتنا مش عايز افصل نفسي انا وانت واحمد واحد احنا بنبقى اللي هو ايه الفضول عندنا عالي شوية في مصر اللي هو اه ده اعلان يعني عمر الهادي مسلا اخر ست فيديوهات لو هم اعلانات وكلهم يقولون ان هم اعلانات اكيد حد كلح هيخش يقول له ايه يا عم وقول له اعلان ده شغل يا عم مش عايز تروح ما تروح والله هي كانت رحلة لا كانت قاعدة رائقة عمور الصراحة كانت قاعدة رائقة اوي انا عارفين بعض من حبة بس ما قعدناش قاعدة دي اول دي اول قاعدة قدام الناس قابلنا مرة واحدة قابلنا مرتين مرة في حق جوجة مكلنا واغمتة مرة تانية كانت عند حزم في رمضان وبردو كلنا و حزم عزمنا حت اجمع يلاوي يلاوي افهم عمل لنا وليمة قصر مش ممكن وبعدين في رمضان انت بتاكل وبعدين خلاص بقى من انت انا مفووضة اتعرف عليك بقى ونتكلم شاعده كده وريني الحلويات فيه ننجس شاي بقى شاي شاي داني مش عايزة بنقادمين دي بقى شو ما قاله مرتين صح والله قاعدة يا جيزا قاعدة بس تكون لفت معانا لفة حلوة كده لأ اه قاعدة حلوة في كام حاجة في كام حتة لفنا عدنا على حاجات كتير لا واضح انت فعلا بجد ما بتفهمش في الاكل يعني بص يعني على قد يفهم بحط كاتشوب على اللحمة لا لا بجد يعني اخدنا لفة فعلا حلوة وامبسط ان انت فعلا عندك وجهت نظر ولفت كتير ودقت كتير وبتاع فلا يعني امبسط اخدتنا فرحة حلوة جدنا صحيحة مصط بي ربنا خليك عمور والله شكرا على الاستدافة الجميلة دي وعلى التشتيب الجميل عمري قاعد يشجين يا جماعة قد ايش 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 في تشتيب الستوديو بس حقي لا لا شغل فخر والله العظيم كودة ڭهان ابني حرام كودة هرس اطمانة بشتكون بساطة امعمل со میں لا والله بساطة جدeni حاولوك كلمة واحدة بس بتقول لا لا والله ا smashing اكتب قاعدة رسيزة قوي وانا بحب على قد ما اقدر في اي قاعدة او اي Aloha او اي حاجة بحاول على قد ما اقدر ان انا لو حيلتي كلمتين اتعلمتهم من شفاة اصدقائي ولا من اي حد ان انا حاول افيد الناس باي حاجة انا اقدر عليها بس كده عنده اي اسئلة يعمل فولو لعدة انستجرام طب وعدة انستجرام اتمنى تكون مصادتوا معنا وصلنا ان شاء الله اكيد طبعا نسوش تعملو فولو عندي وعنني طبعا وش وصلنا ان شاء الله بودكاست جديد مع شخص جديد يوم الاحد ان شاء الله القادم الساعة اتنين عشان اتعرف مع بعض على عالم المطاعم والفوتبولو والشفاة وكل ما هو في القباية اصدرونا تجدوا ما يرسل لكم باي باي